جمهور الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامتكم الأهلي خطة أحمر أهلا بك يا سامر أهلا بك يا فارس وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وجمهير النادي الأهلي في كل مكان وليلة جديدة من ليالي الأهلي خطة أحمر يعني النادي الأهلي وأخبار كتيرة جدا وأمور كثيرة الفترة اللي فاتت أكيد كلها حنقف معاك وعندها حنتكلم عن الأمور اللي كانت موجودة في الإعلام تخص النادي الأهلي أخبار ردود كل شيء بتنتظروك العادة في النادي الأهلي وفي قناة الأهلي وبرنامج الأهلي خطع ولكن في البداية يعني يمكن الواحد هنا وفي كل مكان الحقيقة دايما بيقول أن الأهلي خط أحمر هو تجربة لها طابع خاص لأن هي المتلق فيها والمشاهد فيها ومشجع النادي الأهلي هو مش مجرد متفرج هو جزء من الحدث هو جزء من البرنامج هو جزء من صناعة الحالة اللي دايما بتشوفوها في الأهلي خط أحمر وعشان كده ومع كل تكريم ومع كل مرحلة البرنامج بيخطوها يمكن إحنا تجاوزنا الأربع سنوات معاكم ودي السنة الخمسة وإن شاء الله يكون موسم موفق للنادي الأهلي وبرنامج الأهلي خط أحمر ولكن مع وجود تكريم لبرنامج الأهلي خط أحمر أكيد محتاجين نشكركم محتاجين نقول لجمهور النادي الأهلي إن أي لحظة تكريم بنكون فيها بتكون إنتوا صناع الحدث وإنتوا صناع المشهد وإنتوا السبب الرئيسي كان تكريم لبرنامج الأهلي خط أحمر من مهرجان همسة دولي للأداب والفنون وكنا سعداء بالتواجد وبالتكريم وسط كوكبة من نجوم الفن والأدب والشع وأيضا الرياضة يمكن أيضا التكريم شاهد تكريم كابتن حسين الشحات كأفضل لاعب وبرنامج الأهلي خط أحمر كأفضل برنامج رياضي الأستاذ فتحي الحصري كان القائم على المهرجان ويمكن حتى المهرجان حمل اسم الفنانة الكبيرة الأستاذة سهير المنشدي كحاملة للقب أو حاملة لإسم الدورة الحداشر من هذا المهرجان ويمكن التكريم كانت لحظاتها أسامة مختلفة أكيد طبعا بنشكر في قناة النادي الأهلي والنادي الأهلي وفريق العمل والإعداد يعني هم جنود معلومين وليسوا مجولين سواء الرضا أو شادي أو غمري أو حسام جمال أو حتى البروديوسر اللي معانا أحمد سمير ويمكن كانت لحظات مهمة وأعتقد الجميل فيها أن جمهور النادي الأهلي هو اللي دايما بيصنع الحدث وهو دايما اللي بيضع ثقةه فينا وإن شاء الله نكون دائما عند الثقة دي يا أسامة والله يا فرس طبعا يعني شيء بيسعدنا جدا وطبعا شيء خاص ببرنامج الأهلي خط أحمر وخاص بقناة النادي الأهلي وتفاعل الجماهير مع البرنامج ده شيء بالتأكيد أنا بشوفه زي ما هو تكريم هو تكليف تكليف زي ما وعدناكم من أول حلقة هنا أن احنا هنكون صوت النادي الأهلي وقلت تحديدا الأهلي خط أحمر أمام جميع أبناؤه يعني هنبدأ الأول بأبناء النادي الأهلي وبإنه هنبدأ بأبناء النادي الأهلي فبالتأكيد مش هنسمح لأي حد من خارج أبناء النادي الأهلي إنه هو يتخطى الخط الأحمر يعني على قدر الإمكان حاولنا نكون على قدر وعدنا على مدار أربعة ودي السنة الخمسة ودايما يا رب معاكم في الأهلي خط أحمر فكان مهم جدا التأدير اللي جامل أصوات الجماهير على موقع همسة ومهرجان همسة هو مهرجان فني في المقام الأول ولكن أول مرة يدخل فيه الشيء الرياضي فيكون برنامج الأهلي خط أحمر هو أول برنامج يحصل في الدورة الحديث عشر لمهرجان همسة على أفضل برنامج بتصويت الجمهور ولجنة التحكيم وأيضا كابتن حسين الشحات أفضل لاعب في مصر شكرا لجماهير النادي الأهلي ودايما وأبدا الشكر موصول ودايما بنقول جماهير النادي الأهلي هي البصلة مواحد في كل شيء إيجابي يتحقق في كل شيء مرتبط باسم النادي الأهلي نتمنى إن شاء الله أن يكون عند حسن ظلنا حضراتكم طبعا بنشكر الجميع بنشكر من أتاحوا الفرصة لزهور هذا البرنامج بنشكر مجلس إدارة نادي الأهلي بنشكر قناة النادي الأهلي ودعمها للبرنامج طبعا بنشكر يعني يعني شرقاء النجاح الحقيقة ممكن أي حد وأي برنامج يطلع يقول أنا عندي أقوى فريق إعداد في مصر لكن الواقع بيقول بدون مبلغة وبدون تحيز الحقيقة إن بالفعل فريق إعداد الأهلي خط أحمر هم صناع حدث هم بالفعل أفضل فريق إعداد في برنامج رياضي كل الشكر شادي صبري رضا غانم أحمد الغمري حسام جمال طبعا يمكن فارس زكر بروديوسر أحمد سمير معنا أيضا في بعض الأوقات بيكون في يسر عويس وفي هديها الفشاوي بنشكر الجميع لأن في النهاية البرنامج ده بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة أحمد أسامة محمد فارس ولكن وراه بالفعل ناس قادرة على إنها تصنع الحدث وقادرة إنها تضيف لأي برنامج يعني فارس طبعا لحظات جميلة جدا مش عايزين ناخد من وقت الجماهير أكتر من كده لكن بالتأكيد كان لازم نشكرهم طبعا يا أسامة وأكيد شكر زي ما قلنا لكل منظومة النادي الأهلي وأكيد أيضا أحب أفتكر دكتور محمد العد لأنه هو كان من الناس اللي كان لها دور كبير جدا وقتلت عشان التجربة دي تظهر على الهوى منذ أكثر من أربع سنوات فأكيد طبعا بشكره وهو بالنسبة لي بمثابة الأب الروح يعني فكل الشكر أيضا لدكتور محمد العدل وإدارة القناة المتواجدة حاليا اللي أيضا بتتيح دايما للأهل خطة أحمر أنه يكون موجود معاكم وبيوصل صوته وبيوصل رسالته ولكن أكيد يعني فيه كمان تكريم بقى إحنا اللي بنمنحه يعني فيه تكريم بيمنح ليك وتكريم أنت اللي بتمنحه وأنا بشوف لو جمهور النادي الأهلي ومنظومة النادي الأهلي طبعا عايزة تقطي حد تكريم عن السنة الماضية أكيد طبعا هنا المنظومة بتمنح وده اللي أنا بقوله يعني مجلس الإدارة يا جماعة هو بيشوف ثمرة جهوده ونتاج مجهوداته ونتاج اختياراته في تحقيق النتائج فهو في النهاية الكريدت كله بيروح لي ولكن لو حتيجي عند شخص أيضا المنظومة كان لها دور مهم جدا في اختياره وندي تكريم مع نهاية السنة الكروية ومع ذكرى تخصه هو هيكون مستر مارسل كولر مستر مارسل كولر اللي بتمر سنة على تواجده مع النادي الأهلي وهو حالة غريبة آه غريبة لأن المدرب اللي بيبقى شابه النادي الأهلي ده مدرب مختلف يعني كولر بعقلية سويسرية مش سهل تتجانس مع أي منظومة رياضية في مصر أنا بقولها باستثناء النادي الأهلي لأن لو جينا نتحدث على الاحتراف وعلى المنظومة اللي لها دولاب عمل إداري واضح هنتكلم في الرياضة عن النادي الأهلي فأنا بقول إن كولر ذو العقل السويسري المنظم إدى روحه نفحة كده من نفحات النادي الأهلي وروح النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي فأصبح قلب أهلاوي مع عقل سويسري عشان تشوف النتاج ده عشان تشوف مدرب حقق أفضل أول موسم في تاريخ أي مدير فني في تاريخ النادي الأهلي وهو مارس الكولر اللي حقق دوري أبطال إفريقيا ربع عالم للأندية اتنين سوبر مصري كاس مص وحقق أكيد الدوري المصري بعد غياب سنتين مستر مارس الكولر ما دخلش قلوب الأهلوية عشان هو مدرب جهة أرقامه بس لا مستر مارس الكولر رجل يعرف كثيرا قيمة التفاصيل والناجحين في الحياة جماعة هم الناس اللي اشتغلوا على التفاصيل لأن التفاصيل هي وراء أي نجاح مستر مارس الكولر اللي تكلم عن أعداد الجمهور اللي كان بيتكلم دايما في المؤتمرات الصحافية عن نقل المباريات لاستاذ القاهرة وشوفنا انعكاسات دا الفنية مستر مارس الكولر اللي تكلم عن أدوات التدريب مستر مارس الكولر اللي شوفنا وهو بيحقق كل شيء بيدخل أيضا عنصر أجنابي جديد كمساعد في جهازه الفني شوفنا المحلل النفسي شوفنا طفرة في كل الأشياء فهذا رجل يعرف جيدا كيف ينجح في النادي الأهلي وكمان رجل يعرف أن هذه منظومة تساعده عن نجاح فأكيد مستر مارس الكولر بعد مضي سنة بنقوله وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك انت 365 يوم سعادة كل سنة ومستر كولر أهلاوي الحقيقة لما بفارس بيتكلم عن التفاصيل الرجل دا كمان مش بيشتغل بس على التفاصيل دا بيشتغل على أدق أدق التفاصيل لما سمعنا حوار دينه مع كابتن أحمد شبير وهو وكيل مارسل كولر الرجل بدأ من البداية خلينا أقولكم طبعا دور الجمهور دايما وأبدا في كل مكان هو ممثل للنادي الأهلي أنا حابب أشكر المدلك محمود اللي ذكره دينه وأنه كان أول شخص مصري ينقل لمستر مارسل كولر طبيعة النادي الأهلي وعظمة النادي الأهلي كنادي رياضي عريق الأكبر في قرة أفريقيا بدأ الحديث مع كولر فبدأ كولر يهتم بكل شيء متعلق بالنادي بدأ يفكر في أدق التفاصيل تخيل كولر وبيتكلم بيقول أن كان فيه رئيس النادي لما يكون لعب كرة سابق ده هيسهل جدا من التفاهم اللي حاصل ما بين المدير الفني وما بين الإدارة فدي نقطة من نقطة التفاصيل اللي قبل ما كولر يحط رجله خطوة واحدة تجاه النادي الأهلي كان بيفكر فيها لكن الأغرب أنه ده عادي جدا تتكلم عن رئيس إدارة وعن رئيس مجلس دارة وتتكلم عن نادي بأحد أساطير كرة القدم المصرية كابتن محمود خطيب طبعا لكن كمان إنه هو من الدرجات دي كلها يمر بمرحلة أن دور مترجم بالنسبالي مهم جدا في نجاح العمل لا ده راجل مهم جدا في قصة التفاصيل فجاء مترجم ما حصلش الكيميا فجاء دلوقتي الدكتور خالد الجوادي اللي تقال عنه على لسان دينه إنه مصمار الفريق لا كمان راح لنقطة أبعد وهي عمال غرف الملابس الراجل ده بيدقق جدا في فكرة توزيع حتى عمال غرف الملابس مين العمال دي اللي تطلع المباريات مين العمال دي اللي تحضر التدريبات القصة كلها بالنسباله مرتبطة بكل شيء ممكن يخطر في بالك أرضية التيتش وإن هو يتعامل مع أرضية التيتش بنفسه وبشكل يعني منفرد طبيعي جدا عشان يعرف إيه المشكلات اللي ممكن تواجهه لا مرسل كولر إضافة للبطولات البطولات لم تأتي من فراغ البطولات جات من واحد حابب شغله كويس قوي حابب إنه هو ينجح جدا حابب المكان اللي هو فيه عشان كده مرسل كولر وهو بقيله سنة كان بيختار إنه هو يمدد سنتين وهنا لازم تقول الكريدت ده لمجلس إدارة النادي الأهلي في إنها بتحاول تحافظ على فعلا المدرب اللي تقدر وإنت قاعد مطمئنة كده تقول أنا عندي مشروع أنا عندي مدير فني مشروع هو ده المشروع المدير الفني اللي كمان برغم نجاحاته على مدار موسم كامل وتحقيق خمس بطولات يمكن بدأت بتاريخ 28 أكتوبر 2022 السوبر المصري على حساب نادي الزمالك ثم 11 إبريل كأس مصر على حساب نادي بيرامدز ثم 5 مايو 2023 السوبر المصري على حساب بيرامدز ثم 12 ستة دوري أبطال أفريقيا من عقر دار الوداد ثم بطولة دوري التي تم الإعلام بشكل رسمي مع عشر سبعة وقت فوس راميكا كيلو باترة على بيرامدز منافس النادي الأهلي في هذه البطولة الأمر ما كانش مجرد بطولات لا ده كان مجرد تركيز وتركيز في كل التفاصيل المتعلقة بالفريق عشان كده مرسيل كولر مشروع تقدر تبنى عليه وعشان كده مرسيل كولر مهم جدا زي مجلس إدارة النادي الأهلي مدد عقد المدير الفني قبل سنة من انتهاء التعاقد مهم جدا أن أنت تحافظ على مرسيل كولر اللي من وجهة نظري لم يأخذ حقه الإعلامي الكامل في الرياضة المصرية وفي الإعلام المصري كنا بنسمع على المديرين فنيين ما بيحقوش أي نجاحات على الأرض الواقع ونلاقي أعلمين يقولك لازم مصر تستفيد من هذا المدير الفني لمدة عشر سنوات قادمة عندنا مرسيل كولر وهو بيحقق ده مفيش حد بيكلم عنه بالشكل ده مفيش حد بيحاول أنه يبرز دور الراجل وتأثيره الإيجابي في الرياضة المصرية لأن النادي الأهلي ألطمم مرارا وتقرارا هو أحد أعمدة الخيمة بل العمود الرئيسي في خيمة كرة القدم المصرية ويمكن ما كنتش ببالغ لما بقول محمد صلاح والنادي الأهلي هم المحافظين على ماء وجه كرة القدم المصرية فأتمنى كولر يأخذ حقه من الدعم الكامل ومن تسليط الأضواء على نجاحاته اللي برغم نجاحاته عارف كويس قوي هو بيعمل إيه للموسم اللي جاي وتحضيره للموسم اللي جاي وكمان استخدام مساعد له بسمات مختلفة كارلوس برينجر اللي بالتأكيد هتلاحظوا إن شاء الله خلال الموسم ده الإضافة اللي يمنح هذا الرجل للجهاز الفني المكتمل من وجهة نظر مرسيل كولر وده اللي أشاد به بكل عناصر الجهاز الفني دينه مع الكابتن أحمد شبير وكيل مرسيل كولر كل سنة ومرسيل كولر أهلاوي وإن شاء الله مرسيل كولر يكمل الأربع سنوات ويحقق رقم قياسي من البصلات بالتأكيد يا فارس كلنا بنحب منو الجزيه وكلنا بنميل لمنو الجزيه وبطولات منو الجزيه مع النادي الآلي بالتأكيد ده حقيقي ولوه بصمة واضحة برضو على الرياضة المصرية ولكن إحنا بطبعنا كأهلاوية عايزين أي مدير فني فيه السمات اللي تقدر يبنى عليها ويتخطى الجزيه ولما لا تخطى الجزيه إحنا السعادة في النهاية بص يا سامة بدون ما أدخل في التفاصيل قوي فيه مدربين جم كانوا بحقوقنا جاحت مع النادي الآلي والواحد كان بيدعمهم هنا فقناة النادي الآلي حتى في وقت كانوا بيتعرضوا لهجوم ولكن فيه مدرب تتأثر به وتحس أن الراجل ده شغال على تفاصيل يعني مختلفة يعني حتى ريني فايلر لما كنت بتيجي تشوف تعليقاته حتى بعد مسابك عن الثقافة المصرية وعن فكرة الخصوصية وعن بعض الأمور هذه عقلية جيدة ولكن يعني مع النادي الآلي فكرة الدايمومة والاستمرارية وما إلى ذلك تبقى صعب مستر مارسل كولر والله يا جماعة من أول اللحظات اللي اشتغل فيها على فكرة طبيعة المجتمع المصري في صورة مع سيدة مصرية بتغبز العيش فيقعد ويتصور ويكتب عن تاريخ مصر وأن العيش ده موجود في مصر من مكونات الحضارة من أيام الحضارة القديمة كل دي تفاصيل يا جماعة هذا رجل جاء ليعيش داخل النادي الآلي بكل وجدان وزي ما أسامة كان بيقول لكم على عناصر الجهاز الفني زي ما احنا هنا كنا بنتكلم على خطة أحمر مستحيل تنجح في المنتج النهائي من غير ما يكون معاك مجموعة عمل جيدة جدا سواء المساعدين سواء على مستوى الترجمة ودكتور خارج جوادي فعلا الشخص المميز جدا كل العناصر بتاعة كولر اللي كانت مميزة فنتمنى التوفيق وطبعا كابتن سامي قمصان من الجانب المصري دينه اتكلم عن الجهاز الفني بالكامل بالكابس كولر شخص بيطور من أدواته وبيحسن استغلال الأدوات اللي موجودة معاه بشكل مية في المية أسامة وإن شاء الله نشوف مرضود ده فيما هو قادم كل اتحية المستر مارسي الكولر وكل جهازه الفني سواء كابتن سامي قمصان أو المساعدين الأجانب أو دكتور خيدي جاري كمترجم أو حتى العناصر اللي بتأتي والعناصر اللي رحلت لأن أكيد كان لها بصمة ولكن عندنا أشياء أخرى محتاجين أسامة نتكلم فيها طبعا بطولة السوبر يعني احنا عايزين زي ما بدأنا الموسم الماضي مع مارسي الكولر بطولة السوبر آه يمكن كانت سوبر محلي في الإمارات ولكن المرة دي بننتظر بطولة سوبر أفريقي في الطائف في السعودية ورغم أن الكاف بيحدد موعيد عليه على ما تستفهم كتير جدا 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 أن يكون دايما مباريات بطولة بطولة أنت عندك ثلاث بطولات بتنظمهم بعد البطولة الرابعة اللي أنت قرفتها كل مرة بيحصل مشكلة في فكرة التوقف الدولي وتحديد موعد البطولة النهاردة التوقف الدولي بينتهي يوم 12 والكاف بيعلن يوم 15 هذا الشهر مباراة السوبر ما بين بطل دوري اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية بالتأكيد نتمنى بداية موسم مشرقة نتمنى بداية موسم سوبر عشان يكون الموسم كله سوبر أكيد يا فارس يعني كنا نتمنى أن التوقيت يكون متأخر شوية عن كده والكاف يراعي شوية بطولات ونهائيات هذه البطولات ولكن كلنا ثقة في الجهاز الفني كلنا ثقة في اللاعبين خاصة وخلفهم جماهير النادي الاهلي عن قناعات شخصية هيكون الأمر المدرجات أحمر في أحمر إن شاء الله طبعا يوسم وأكيد يعني فكرة تعارض التظاهرات أو تعارض الأنشطة والبطولات اللي بنظمها الاتحاد الأفريقي مع بعضها ظاهرة غريبة جدا ويمكن الاتحاد الأفريقي يا جماعة أنا بشوف أنه فعلا بيأخذ خطوات دايما نحو تطوير المنظومة بتاعته للأمانة مستقى التحكيم والرقي أو الارتقاء ببعض العناصر الخاصة بالبطولات ولكن بشوف إن مازال عنده مشاكل في بعض الأمور منها حتى بطولة السوبر ليج وتنظيمها والجوائز الغير معلنة بشكل مباشر وكتير جدا من الأمور ولكن نيجي بقى لبطولة السوبر الأفريقي أكيد فريق الاتحاد الجزائري فريق عنده كثير من الاحترام للنادي الأهلي والنادي الأهلي علمنا إن إحنا بنحترم منافسين هذه طبيعة النادي الأهلي يحترم دائما منافسي ولكن أنا بشوف إن البطولة في متناول النادي الأهلي خصوصا إن أنا بشوف إن أنت بتلعب تقريبا وسط جمهورك أجماعة ما يفعله جمهور النادي الأهلي فيما يخص بقصص حجز التذاكر وقصص الحضور الجماهيري البطولة مش في الرياض البطولة في الطائف فأنت تعتقد إن ممكن يبقى فيه شوية مشقة للجمهور للانتقال من الرياض أو غيرها من الأماكن في السعودية للطائف ولكن بتلاقي بمجرد طرح التذاكر بتنتهي تماما وجمهور النادي الأهلي كالعادة بيقدم ملحمة رقمية يمكن لأول مرة مباراة بتقام في السعودية بمجرد طرح التذاكر بتاعتها تخلص في المساحة أو المدة الزمنية وده عهدنا بجمهور النادي الأهلي وخصوصا جمهور النادي الأهلي في السعودية أكيد كل جمهور النادي الأهلي في أي مكان ولكن للأمانة جمهور النادي الأهلي وقسمة في السعودية قدم السبت والحد والثنين والثلاث وباقي الأسبوع وكل مرة بالتأكيد يا فرسك خليناها وضح إن مش كل التذاكر تم طرحها وده يعني نقطة برضه من النقاط السلبية بالنسبة لي في الكاف وهي فكرة التذاكر وتحديدا ما حدث سمورات نهائي دورة أبطال أفريقيا الموسم قبل الماضي لما تلعبت المباراة أو النهائي البطولة من المباراة 91 دقيقة في المغرب وكان فيه اعتراضات كتيرة وكان فيه إحساس بالظلم وواقع النادي خاصة تأخر تحديد الموعد والخطاب اللي اختفى والقصة اللي أنتم عارفينها دي كان الكاف رافض إنه هو يخلي الملعب خمسين في المية خمسين في المية وقال لك لا افتح الملعب وخدنا مدرج فقط لغير كنادي أهلي وسط مدرج جماهير أو وسط استاد امتلأ بجماهير الوداد البيضاء البغريبي طب السوبر الأفريقي وانتم عارفين إن السوبر الأفريقي دي أول ما بدأت بدأت إن كانت بتلعب على ملعب بطل الدور الأفريقي فدخل التسويق والقصة دي فبدأت تتلعب في ملعب أخرى ودول أخرى حسب الحاجة وحسب الطلب وبنشوفها بشكل مختلف كل مرة يعني فالمرة دي جال للتحاد الأفريقي بعد ما اتفق إن القصة تبقى مفتوحة بدون تحديد عدد جماهير هنا أو هنا تراجع وربط جماهير النادي الأهلي اللي بتمزي مجهود كبير جدا جدا في السعودية بتواصلها مع الاتحاد السعودي للكرة القدم الحقيقة بنشكره جدا جدا للدور اللي قاين به مع الجالية هناك المصرية قال إن الكاف تراجع عن القصة دي وتم تقسيم الملعب سبعة عشر ألف تمن ألاف وخمسمية للنادي الأهلي وتمن ألاف وخمسمية للتحاد العاصمة الجزائري إحنا هنا مش هنقول إن ده ظلم لأن الحقيقة هو ده العدل لكن أين كان هذا العدل في مباراة نهائي دور أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والودان ده رقم واحد رقم اتنين الاتحاد السعودي لكرة القدم قاين بدوره بشكل رائع جدا وإن كان بعض فكرة حجز التذاكر مرتبطة بالعدد اللي بيتم السماح به تلات ألاف في تلات ألاف فبيحصل ضغوط وبيحصل ضغط بالزبط وبيطرح على مراحل فبتبقى الأمور صعبة جدا ولكن في النهاية جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا تتحمل الصعاب من أجل إنجاح النادي الأهلي الأهلي دايما جمع بجماهيره ودايما بقولها هنا نصر النادي الأهلي بجنحين أعضاء الجماعية العمية وجماهير النادي الأهلي من خارج أعضاء الجماعية العمية في النادي الأهلي دايما هتلاقي سمت كل شخص مسؤول مشجع هتلاقي جوه عضو الجماعية العمية هو أصلا مشجع هو جاي أصلا النادي الأهلي عشان مشجع جماهير النادي الأهلي اللي لم تتح لها فرصة الأعضاء في الجماعية العمية هم مشجعين المسؤولين اللاعبين واللي دايما بينجح اللي هو أي مسؤول بدرجة مشجع عندنا سقة كبيرة جدا في جماهير النادي الاهلي إنها تحجز كل التذاكر ويمكن كمان يعني تاخد تذاكر من الجانب الآخر بأي طريقة ما ولكن الاتحاد السعودي طمئن الجالية المصرية وقال لهم إن أي حد من جماهير النادي الاهلي هيصل إلى المطار هيكون فيه بصات مجانية تنقل جماهير النادي الاهلي القادمة من مصر إلى ملعب المباراة ذهاب وعودة وده شيء إيجابي جدا بنشكر عليه طبعا الجانب السعودي وبالتأكيد الجانب السعودي موفر مثل هذه الأمور للجانب الجزائر أيضا لأنه في النهاية يريد إنجاح البطولة وهو في النهاية على مسافة واحدة من الفريقين نتمنى بإذن الله تنتهي المباراة بصافرة الحكم معلنا النادي الاهلي بطلا للسوبر الأفريقي يعني أعتقد يا أسامة دور الجمهور دايما مع النادي الاهلي هو مساند وداعم أين كان سواء على السوشيال ميديا في الملعب وفي كل هذه الأمور دايما الجمهور بيكون حاضر جمهور كبير جمهور عظيم هو ده جمهور النادي الاهلي على مدار تاريخ النادي الاهلي هو دايما كان البصلة نشوفكم بعد البصلة ورجعنا لكم وبرنامجكم من الاهلي خط أحمر وأعتقد مش إحنا بس اللي رجعنا لكم كمان فريق النادي الاهلي رجع لاستقناف التدريبات ولكن المرة دي مش في النمسا وليالي الأنس في بينا لا المرة دي في ليالي التتش وعاد النادي الاهلي ليتدرب في القاهرة استعدادا لمباراة السوبر يمكن معنا كالعادة لقطات حصرية بتشوفها فقط على شاشة قناة النادي الاهلي من قلب ميران النادي الاهلي وأعتقد أنت شفتوا أكيد في النمسا إزاي الحالة اللي كان عليها اللاعبين يا أسامة واستعداد اللاعبين وأعتقد الحالة نفسيا تبين أن احنا إن شاء الله بإذن الله رحل موسم مختلف يمكن بص كابتن خالد بيبو كان له تعقيب بعد انتهاء المعسكر بوضوح وقال أن المعسكر يعني أدى الغرض منه على الجانب البدني والجانب الخططي والجانب الفني أنا بشوف أن الجانب الزهني والنفسي أعتقد كان مهم جدا للعبين بعد الموسم المضغوط وبعد مجموعة من المواسم المتلحمة كنا نفتقد فيها لمعسكرات في الأجواء اللي زي دي فالحياة المعسكر ده أنا بالنسبة لي بشوفه هو نوع من أنواع أو أفضل أنواع تكريم اللاعبين دول على إنجازهم الموسم الماضي أنهم يأخذوا معسكر في النمسا شفنا المكان كان مختار بعناية فائقة شفنا المشاهد الطبيعية فرس يمكن بعض اللاعبين كان بيعلق على أنه مش عايز يجي من هناك يعني الحقيقة فالمكان كان رائع جدا يمكن حتى السيد زياب الخطيب قبل الهوى كان بيقول لنا أنا هناك كنت أفضل مش هقول الجملة الباقي عشان ما ضيعوش كنت أفضل أعيش على طول فالحقيقة يعني المعسكر كان رائع من الجانب النفسي وعايز أقول لكم أن الاستفاد من المعسكر ده أكتر من اللاعبين اللي كان عندهم موسم متلحمة أيضا اللاعبين الجدد واندماجهم مع الفريق فارس لأن دي نقطة مهمة جدا شفنا السياق من القصة بتاعت التدريب وكلام ده والالتزام والمبرار والدية اللي فوزنا فيها لكن فيه جوانب وأمور اللي كانت المسابقات والتحديات اللي بين اللاعبين إزاي اللاعبين القدام يعني خدوا اللاعبين الجدد لأجواء النادي الآلي لعب زي إمام عشور يدخل في الأجواء دي ريدا سليم يدخل في الأجواء دي طبعا يعني كريم ندفد وصراحة محسن مش جداد على النادي الآلي وتحديدا كريم ندفد ابن من أبناء النادي الآلي أعتقد الأجواء دي ساعدت بشكل كبير جدا على حالة نفسية وزهنية مهمة نتمنى يا فارس بقى تتوج أمام اتحاد العاصمة الجزائري بأنك تحقق اللقب وتبقى بداية موسم محترمة طبعا يعني في زولة أجهزة جديدة خد بالك طب بص أجهزة جديدة كولر في القصة دي يعني اللي الواحد بيشوفه كتير جدا من صور التدريبات برا بقيت تبدأ تشوفه في النادي الآلي أنا بقول تبدأ لأن احنا فعلا كنا محتاجين الخطوة دي حتى أسامة خطوة القياسات البدنية اللي عملناها السنة اللي فاتت كانت حاجة مهمة عايز أقول لك حتى كمان ما فوتش فرصة وجاب أجهزة من وهو في معسكر نمسا قدر مع إدارة النادي الآلي أنه يجيب بعض الأجهزة للتدريبات من بلجيك على ما أعتقد طبعا يعني أكيد إن شاء الله موسم جديد يكون مهم جدا وصلاح محسن وهو في الصورة أكيد برضو عليه مسئولية كبيرة السنة دي إنه هو يثبت إنه هو راجع عشان يعمل شيء مختلف مع مدير فني دي الأجهزة الجديدة بيعتمد كتير جدا بالأمور البدنية أعتقد زعلوك أيضا يعني من الناس اللي بيعقد عليه أمال إن هي تدي الفريق كتير في النهاية أسامة زي ما أنتكلمت الجانب النفسي كان مهم جدا وشوش اللاعبين حالة الراحة النفسية نسيان الضغوط وحلو جدا إن أنت تبدأ بعملية المشاعر اللي نفسها الإجابية دي والطاقة الإجابية اللي كتير جدا كنا بنفتقطها وأنا بقول إن دايما كان مستر مانويل جوزيب ما إننا كنا بنذكره في بداية الحلقة كان من الناس اللي رغم تلاحم المواسم ورغم الضغوط ورغم أمور كتير جدا كان بيبقى أسامة دايما حريص على فكرة المعسكر الخارجي كان بيحبها جدا بيشوف إن هي مهمة جدا إن هي تدي اللاعبين طاقة فعلا في النهاية القصة مش مباريات أكيد لأن دي مش الفكرة أنت الفكرة أن أنت توصل اللاعبين كلهم لحالة ذهنية ونفسية وبدنية ويمكن فنية تكون متقربة أكيد مش متساوية في بداية الموسم كان شيء مهم جدا بظهور يا فارس برضو يعني إمام عشور قدامنا وردى صليم وبعض اللاعبين ولكن خلينا أخص كإمام عشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد أيضا استفادوا من المعسكر ده استفادة مهمة جدا إنهما اطمئنوا تماما مع الطبيب المعالج على حالتهم الطبية آه على حالتهم الطبية وأصبحوا جاهزين للمشاركة بنسبة كبيرة وده اللي خلانا نشوف لعب زي إمام عشور كان بعيد عن التدريب وعن أمورات أربع شهور إنه يرجع فيه أمورال وديع وخد وقت أكتر مما كان يعني كولر يحطه في حساباته يعني هو إمام عشور شارك؟ آه تقريبا كان ناس بتقول لسه قدامه يعني خمس ست سبعة تمت شهور آه آه لكن الحقيقة لا إمام شارك ويعني ممكن يكون بشكل أو بآخر عنده في حسابات كولر كجزء ممكن ربما من مباراة السوبر آه نعم لسه بيدخل وبعيد للإصابة أكيد طبعا القصة تدريجية يعني ولكن في النهاية الحالة الفنية والطبية جيدة جدا ويمكن الناس شافت معنا اللقطات اللي فيها الاستعداد لمباراة السوبر مباراة مهمة جدا يا جماعة ومهمة جدا أن احنا نبدأ الموسم ده وبما أنك بتتكلم عن إمام عشور إمام عشور ليس له سوى الملعب لأن إمام عشور هتكون أصوات كتير جدا وأقلام كتير جدا بتنتظر لإمام عشور أي حاجة ولكن أعتقد هو يعي ده جيدا ويعرف أن الملعب دائما هو الرد الوحيد للاعب كرة القدم وعنده الاستعداد ده فارس زي ما كهربا يعني يمكن اكتر واحد سعيد بكثة امام عشور دي كهربا ان الضغطة يتخافها ليه شوية امام عشور لعيب على المستوى الفني والمهاري لعيب كوالتي عالي جدا اضافة بالتأكيد لنصف الملعب وايضا رضا سليم وايضا كريم نتفد وعودة صلاح محسن نتمنى صلاح محسن يعني يستجيب يستجيب بشكل واضح ويستغل للامانة انت لما يكون عندك مدير فني زي مرسل كولر بالجهاز الفني المعاون ده لازم تستغل ده انت في النادي الاهلي عندك امكانيات مهارية وفنية تؤهلك ان انت تكون في مكانة مختلفة تماما بين اللعبين المصريين فقط ده لو ركزنا في ده هنطلع احلى شغل مع رجل يعني مكتهد وبيشتغل على كل التفاصيل مرسل كولر هنطلع احلى شغل ان شاء الله وبإذن الله يكون موسم موفق ولكن هذا الموسم مليء بالتحديات ايوة موسم النادي الاهلي ده موسم انا بشوفها جماعة من المواسم اللي هي الاكتر المواسم اللي عدت على النادي الاهلي في تاريخه فيها تحديات ليه لان انت عندك كاسة عامل اندية مع دوري ابطال افريقيا مش كل مرة بيبع عندك كاسة عامل اندية اكيد النادي الاهلي مش كل سنة كان بيبع عنده كاسة عامل اندية وبيت البطولات هي اغلبها كل سنة معك طب ايه اللي اضيف عليك بطولة السوبرليجي الافريقي اللي ايضا عندك مواجهات هتكون ليست بالسهلة مع فريق زي سيمبا من اكتر الفرق الغلسة جوه القر يعني يا جماعة على فكرة الامور لا تقص بقيمة تسوقية انت ممكن تيجي دايما هتلاقي فريق زي ليون كان في وقت من الاوقات عقدة فريق زي ريال مدريد في دور الابطال فانت بتتكلم ان يا جماعة القصة فريق زي سيمبا من الفرق اللي ليست سهلة ثم سانداونز ان شاء الله لو تخطينا سيمبا فانت عندك موسم ليست سهل بالمرة وان شاء الله الموسم ده فيه نقطة مهمة جدا وهي كأس العالم للاندية كأس العالم للاندية وقرعة كأس العالم للاندية كانت تم انعقادها وعندنا بقى مواجهات مهمة جدا الجولة الاولى يعني الاتحاد السعودي حيواجه اوكلاند سيتي النيوزيلاندي وهذه هي الجولة التمهيدية لو فائز حيكون على موعد مع النادي الاهلي الفائز من اتحاد السعودي واوكلاند سيتي النيوزيلاندي حيكون على موعد مع النادي الاهلي في مباراة انا بقول لكم يعني منتظر ان هي تكون من اقوى مباريات البطولة ويمكن من أكتر مباريات البطولة زخم جماهيري إذا استطاع نادي الاتحاد عبور أوكلاند النوزلندي فإحنا أمام مباراة يعني كل بقى الأمور الجماهيرية اللي أنتوا بتنتظروها وكل التحديات والمنافسات العربية عربية وبيكون فيها يعني أمور دايما مشوقة على الجانب الآخر هيكون نادي كلوب ليو بيلاعب قروة في ربع النهائي والفائز من الاتحاد السعودي أو أوكلاند سيتي اللي حيواجه النادي الأهلي هيكون على موعد مع بطل كوبا لبرتادوريس وأيضا المواجهات التانية مبين كلوب ليون وقروة فأعتقد هتكون مباراة قوية جدا عسامة والبطولة دي النادي الأهلي عنده فرصة دايما بنقول أن هذه هي آخر بطولة طبعا إحنا عندنا ثقة أن النادي الأهلي دايما أيا كان شكل المسابقة له أمان ولكن لما بنتكلم كناس وقعيين ككورة هذه هي بطولة قبل تغيير نظام البطولة من آخر البطولات اللي تقدر تحقق فيها مركز يتجاوز ثالث العالم وهو أفضل ترتيب وصل لنادي الأهلي في كاس العام خاصة أنت بعدت في نصف النهائي عن بيب جورديولا وهالند وهذه الأسلحة الفتاكة في عالم الرياضة أنت عندك جنزيمة وعندك ربنا يسهل إن شاء الله إن شاء الله أيضا بنصك في لعبينة يمكن حتى لما واجهنا ريال مدريد أنا واجهة نظري في مباراة الأهلي وريال مدريد كان أفضل لعب في الفريقين كان حسين الشحات فإحنا نصك جدا في لعبينة بالتأكيد البعض ممكن يرتكن للعوامل التاريخية وده ممكن يكون يديك إضافة معنوية فقط لغير لكن أول لما الحكم يسفر أول لما بتنزل أرض الملعب أول لما بتبدأ المباراة ده إذا كان المباراة فعلا ما بين أهل وتحجد لأنها ما زالت حتى هذه اللحظة هي مباراة محتملة فقط لغير ويمكن شفنا دول كتير استضافة البطولة دي أحيانا كان بيوفق بطل الدوري زي الرجاء وأحيانا لم يوفق زي فريق الوداد مثلا أمام الهلال البطولة الماضية فهي لا تقضى على أي معايير ولكن البعض بيستند أحيانا للتاريخ وده شيء إيجابي جدا أنه يديك دوافع معنوية فقط لغير للعبيك قبل المباراة لكن اللي عجبني واللي أنا شايفه أنه هم مستندين لدوافع أكتر من فكرة أنها مادية سكواد قوي سكواد زي ما فارس قال فيه كريم بنزيمة وفيه لعبين كبار لكن دايما وأبدا ده بتبقى مباراة النادي الأهلين المباراة النادي الأهلي بيحاول لعبيه يكشف فيها عن معدنهم الحقيقي لأن الفكرة في النادي الأهلي أبعد من فكرة قيمة تسوقية يمكن قبلنا الهلال السعودي كان قيمة تسوقية ضعف القيمة تسوقية للنادي الأهلي وكان ناس كتيرة جدا جدا شايفة أن البطولة أو المادالية البرونزية راحت في سكة الهلال السعودي ولكن النادي الأهلي تقدم والفريق مكتمل والفريقين مكتملين ودخل المباراة بطريقة لعبة مختلفة ويدر أنه يحايا الفوز خلينا ما نسبقش الأحداث ولكن الإعلام السعودي سبق الأحداث فارس الإعلام السعودي سبق الأحداث لأن النادي الأهلي جزء من الحدث وإذا تواجد النادي الأهلي في قلب أي حدث فتحول الموضوع لاهتمام جماهيري لاهتمام إعلامي لاهتمام دايماً بيصل للجماهير وبيكون فيه شكل من أشكال الإصارة والتحديات واللي دايماً اللي بنقول إن فيها متعة وإحنا جماعة بناخد الأمور بهدوء جداً مع أشقاء بنحترمهم الأمور في إطار منافسة كروية فعشان كده نسمع الإعلامي وليد فراج ألي عن المواجهة المرتقبة ما بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السعودي في كأس العاملان دي طب بالنسبة للمشاهد الأولاني اللي كان جمهور النادي الأهلي المصري اللي كان يتكلم على مباراة الاتحاد لازم يركز في أوكلند أتفق معاك اتحاد لازم يركز على أوكلند بس حكاية أن تصيل زي حكاية لا 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 خد بالك الاتحاد كعب وعال تاريخ ونرجع نشوف التاريخ يا تاريخ فين التاريخ شوف تتفرج على النتائج الأهلي مع الاتحاد السعودي أي أخ ماما أتوب لا يوم 15 ديسمبر إذا عدى الاتحاد ها أخلي حط لك عنوان عارف يش هو كيفاية حرام كيفاية بس بالسعودي عاد ما راح تكون بالمصري كثرت قصة الامبارات الهلال والأهلي شوف خليك واثق الأهلي المصري لم يكن ليستطيع أن يفوز على الهلال إلا لأن الهلال عنده تسعة لعيبة لكن تلعب مع الهلال 11 بـ 11 أشكر النتيجة دي تحدث عمو من ألف مبروك والكرة يفوز وخسارة خليك فرش نحن في رحلة هذا ما يعرف بمضاعفات نبي الستر يعني نبي الستر وعايزين الستر دي مضحفاتها لأن للأمانة يعني أول الاتحاد تاريخيا كان عنده كمان مواجهة في كاس العامل الاندية مع النادي الأهلي حتى خلينا في إطار البطولة اللي حنواجه الاتحاد فيها وتفوق على فريق منو الجزيء وقتها ولكن أيضا النادي الأهلي أظهر معدن قوي جدا في بطولة كاس العامل الاندية مع نادي الهلال السعودي وأنا يا جماعة عايز أقول لكم حاجة هو الإعلامي وليد فراجي المتابع ليه هتلاقي كتير جدا من وقت جمهور الهلال بيهدمه وقت جمهور الاتحاد وهكذا والنص هو دايما يحب إصارة الجدل وبيحب دايما النوع ده من الإعلام اللي فيه نعمة تحديات وزي ما قال لك خليك فريش ولكن احنا فريش جدا احنا النادي الأهلي عنده من التاريخ اللي يخليه ومن السمات الشخصية اللي يتخليه داخل أي مباراة وهو عنده ثقة النادي الأهلي البعض بيغفل كتير جدا من أمور ما قيلة في الأمور الخاصة بالأمور اللي هي يعني حماسية وكل ده كلام أنا شايف أن كل حد بيتمنى فرقته تكون أقوى وبيحاول يظهر أن هي أقوى لكن الأمور العملية ليس بحقيقية يعني إذا تحدثنا عن مواجهة النادي الأهلي مع الاتحاد قبل كده أنا نفسي قلت لكم عليه ولكن النادي الأهلي تجاوز الهلال لأن النادي الأهلي كان الهلال بيلعب بتسع لعبين فقط هذا كلام ليس صحيح بالمرة لأن التاريخ موجود قدامنا النادي الأهلي يا جماعة كان رايح بطولة ليس كل ما يعرف يقال النادي الأهلي راح بطولة هو الفريق الوحيد اللي عنده هذا النوع من الارتباك راح بلاعبين بدون لعبين آخرين بدأنا مباراة منترية كان معنا علي لوت في حارس مرمى وغياب الدوليين اللي موجودين مع المنتخب عن النادي الأهلي وقدرنا نتجاوز منترية قابلنا نادي الاتحاد يا أستاذ وليد فراج ما حصلش أن احنا تجاوزنا الاتحاد عشان كن للتحاد تسع لعبين الهلال الهلال النادي الأهلي مسجل في مرمى الهلال في أول 8 دقايق هدف ياسر بران وإحنا عندنا 11 ضد 11 ثم حصل طرد فالنادي الأهلي تقدم ثم حصل الطرد الثاني فإحنا بنتكلم عن أن النادي الأهلي في هذه المواجهة ما كانش بيتقدم نتيجة أن الأمور كانت تسع لعبين قصاد 11 لعب ده ما حصلش أبدا النادي الأهلي كان تفوقه من اللحظة الأولى وأنا أعتقد أن النادي الأهلي كان رحيما جدا وأنا بحط تحتها ألف خط في الاكتفاء بربعية ولو أراد النادي الأهلي أنه يزيد هذه الربعية كان يقدر يعمل ده بسهولة أصد فريق ثلاث أضعاف القيمة التسوقية للنادي الأهلي وقتها فإذا الأمور ليست بقيمة التسوقية وافتكر كويس أن الأهلي السعودي لسه في الدور السعودي خسران بخماسية أمان فريق ليس هو الأهلي المصري بكل تاريخه وعظمته وقوته وجيناته فريق آخر في الدور السعودي له وكل الاحترام ولكن ما بالك عن نادي الأهلي المصري فشيء وأوعى في لحظة تأمن قوة النادي الأهلي وتأمن النادي الأهلي لأن النادي الأهلي قادر في أي وقت أنه يكرر ما حدث مع الهلال أمام أي فريق هو الحقيقة يمكن النادي الأهلي كان رحيما ويمكن ربما البعض من احتياطين النادي الأهلي كانوا متابعين ما يحدث على تويتر وبلغوا اللاعبين في أرض الملعب نظرا لسهولة المباراة اللي كانت على تحديد مدلية المركز الثالث واستجاب لعيبي النادي الأهلي اللي هاشتاج نبي الساتر اللي ظهر ما بين الشوطين فدي كانت استجابة من لعيبي النادي الأهلي والأستاذ وليد الفراج أعلم بيك في الأهلي خط أحمر فهتبقى الجيم صعب جدا ومنتظرين أراءك القادمة ولكن أهلم بيك في الأهلي خط أحمر اللي دايما هيفكرك أنه أنت بتتكلم خد بالك من كلامك وابحس وركز وإعرف أنت قلت إيه في السابق قبل ما تبدأ تقول أي بوم أتوب تعال شوف الفيديو اللي انت كلمت فيه عن مباراة الأهلي والهلال السعودي رحنا إلى مباراة الثالث والرابع واللي جمعت الهلال السعودي والأهلي المصري والتي انتهت بنتيجة قياسية فوز الأهلي المصري بأربع أهداف مقابل لشيء الكورة فيها فوز وخسارة لكن لما تلعب مع نص الأهلي نص الأهلي يعني الأهلي كان يعني زي اللي دخل مباراة ملاكمة وفي إيده جبس يعني بيد واحدة شغال أعد لك عدد اللاعبين اللي غابوا اليوم عن المباراة من الأهلي المصري عشان قبل ما أحد يجي يتكلم عن الغيابات اللي كانت موجودة بالهلال الأهلي الغايب عنه محمد الشناوي وأكرم توفيق وبدر بنون وبيرسي تاو وصلاح محسن وعمار حمدي ومحمد محمود وحسام حسن وأحمد نبير كوكا للإصابة وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة للإيقاف فبالتالي يبدو أن القائمة هذه شافها جاردين مدرب الهلال قال يعني نلعب معهم يتدوير هو على أساس أنه قاعد يلعب طيب من مباراة قوية يلعب مع فريق متأخر في الدوري فقال لك أعمل تدوير الرقم التاريخي الرقم التاريخي كيف في أندية الهزيمة بواحد زي عشرة ما تفرق معهم وفي أندية لا إذا خسر المباراة ما أعطيك ريكورد تاريخي ما أعطيك رقم ما أخلي في التاريخ أنك تسجل لك هذه النتيجة التاريخية ألف مبروك للأهل المصري نادي عظيم ولاعبين عظيمين ويلعبون بروح وبقتالية وبجدية ما تلاقي واحد يتراغل في الملعب لاعبين عندهم طموح ورغبة وإخلاص قوي جدا لقميصهم أنت متخيل لو كانت الصورة عكسية لو كان الأهل المصري ينهزم انطرد مننا لاعبين هل تعتقد أن اللاعبين الأهلي لن يقاتلوا اللحظة الأخيرة عشان النتيجة مات أعلى والله حسافة شيء مؤلم ما نقلل من الأهل المصري نادي عظيم وألف مبروك وتستاهلون وإذا كان الأهل المصري ما يكون هو ثالث العالم من يكون وإن كنت ناسي أفكرك ده كان كلامك ما كانش أي كلام مرتبط بالطرد ده بالعكس أنت قلت أنت عايز تقولي لو الأهل المصري الملاكم اللي كان مجبس دراعه وبيلعب بدراعة واحدة وذكرت الغيابات اللي كانت تتخطى 50% من قوة النادي الآلي بل أكثر لو تكلمنا عن القيمة الفنية في الوقت ده لمحمد الشناوي أكرم توفيق بدر بنون أنت كده نزعت كمان أيمن أشرف نزعت خط الدفاع بالكامل لما تتكلم عن أفشة وقتها صانع الألعاب لما تتكلم عن بير سيتاو بتتكلم عن فعلا ما يتخطى 50-60% من قوة الآلي الفنية في هذا التوقيت ومع ذلك أنت ذكرت أن لو الآهل كان بلعب تسع لعبين كان هو يقاتل لحد آخر دقيقة أنت بنفسك قلت أن النتيجة كبيرة ويمكن شفنا قد إيه لعبي النادي الآلي كانوا حرصين جدا على الحفاظ على مشاعر جماهير الهلال السودي باركت للنادي الآلي العظيم وإن شاء الله نتمنى وإحنا موجودين في الآلي خط أحمر آن كان مين منافس النادي الآلي في كأس العالم أنداء تبارك للنادي الآلي وتقول إذا ما كانش النادي الآلي يصل للدور النصف النهائي مين يصل بالتأكيد المباراة بتحمل كل شيء ممكن يكون فائز ويمكن يكون خاسر فريق النادي الآلي لكن ثقاتنا كبيرة في لعبي النادي الآلي ثقاتنا كبيرة في الجهاز الفني أنهم هتخطوا الفريق المرشح لمواجهة النادي الآلي سواء أوكلان سيتي أو التحجد بالمناسبة عايز أقول لك أن البطولة اللي فاتت الأهلي بدأ بأوكلان سيتي فاز بسلسية نظيفة أعتقد التحجد أمامه فرصة كويسة جدا جدا لملاقات النادي الآلي ثالث عالم الأندية أكثر من مرة وإحنا منتظرينك في الآلي خط أحمر خد بالك بعد كده لما تيجي تقول كلام يعرف أن فيه برنامج هيفكرك باللي فات واللي مضى عملت التكة يلا انت هتحولوا للأرض لتتبقى الرهان على شخصية في لعبي النادي الآلي بتخطي هذه الموقع أنا عايز أقول حاجة أنا في حياتي ما حسيت النادي الآلي في أي مباراة أقل من حد هناك فوارق مالية عموما في النادي الآلي قبل البايرن قبل الريال ولكن عمري ما الأهلي دخل مباراة وأنا حسيت أن النادي الآلي هو طرف أقل لأن النادي الآلي عودنا كده وشخصية المشجع الأهلاوي هي ده موجود من مكوناتها ولكن قبل ما نروح لأي فقرة طبعا ما ينفعش نتجاهل أبدا ما حدث في المغرب وكل العزاء لأشقاءنا في المغرب وكل التضامن ومشاعرنا وقلوبنا معاهم إن إن شاء الله بإذن الله يتجاوزوا الأزمة اللي حصلت والهزة الأرضية العنيفة اللي حصلت يعني إن شاء الله بإذن الله يتجاوزوها وهم قادرين وكل مشاعر الحب والموادة وكل الدعوات بالسلامة لكل مواطن مغربي وأعتقد واسمه كان فيه بهم من ندي بالتأكيد النادي الآهلي يعني كالعادة مع الأشقاء في المغرب بيعبر عن وقوفه وتضامنه مع الشعب المغربي الشقيق تقدم مجلس إصدارة النادي الآهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأعضاء وجماهير الآهلي بخالص التعازي وصادق المواساة لأشقاءنا بالمغرب في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة أمس دعينا المولى عز وجل طبعا إن هو يرحم الضحايا يعني يدخل الضحايا واسع رحمته وطبعا يدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان كل التعازي وكل المواساة لإخواتنا وأشقاءنا في المغرب يعني الحقيقة إذا كنا بنتحدث عن كرة القدم فإحنا بنتحدث عن كرة أشقاء لما بنتكلم مع الأستاذ وليد الفراج بنتكلم على سبيل طبعا الدعابة والروح الرياضية والحقيقة هو بيتميز بيها وكذلك أشقاءنا في المغرب إن شاء الله يعني نعبر هذا الحادث الأليم وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلاد المسلمين رب العالمين ربنا يعني إن شاء الله بإذن الله المغرب تتجاوز هذه الكبوة ودايما المشاعر المتضامنة بين العرب تظل من سماتهم اللي موجودة تاريخيا مهما حصل ومهما يعني مرة السنين بيفضل دي من السمات الرئيسية للعرب وأكيد إن شاء الله بإذن الله كامل الدعوات للأشقاء في المغرب لتجاوز هذه الأزمة ولكن معنا بقى أمر تاني خالص أزمة أخر أزمة يعني دي حاجة بقى محتاجين كده ناخد نفس وبهدوء ونركز لأن اللي جاي غريب جدا يعني أعتقد أغلب الناس بتحب أغنية اختياراتي مدمرة حياتي يمكن الأغنية دي لما تعملت ما كانش حد حيبقى عارف إن هي من أكتر الحاجات اللي ممكن تشغلها كده وإنت بتتفرج على اختيارات الرابطة للتصويت الجماهيري اسمه تصويت جماهيري لفكرة أفضل اللاعبين أو فريق الموسم اختياراتي مدمرة حياتي ده اللي كان بيحصل وتعالوا الأول عشان نروح لفقرتنا نشوف التشكيل النهائي لأفضل 11 اللاعب في الموسم من خلال ربطة الأندية كان الشناوي في حراسة المرمى وحسام عبد المنعم ومحمد عبد المنعم في الدفاع ومحمد هاني وعلي معلول وانت قلت بقصة المعطفين اي تصويت في العالم بيبقى قائم على إعطاء المتلق الحق في اختيار الرغبة اللي هو عيسى دون توجيه دون ان انا حط لعيبة في مركز معين واستبعد لعب عشان لو انا حطيت لعب من الأهلي في ما بين هذه الاختيارات اكيد الناس هتروح من اللاعب من الأهلي يا جماعة ده مش منطق التصويت انت ممكن حضرتك تجيب خبراء ولهم كل احترامهم ويختاروا تشكيل يحطوا فيه اللي هم عايزين والجمور بقى بيصق فيهم ما بيصقش فيهم بيهتم باختياراتهم ما بيهتمش باختياراتهم دي قصة تانية ولكن اما وانك ارتضيت ان تضع معيار التصويت لا تصادر على حقي كمتلقي او كمشجع ان انا اختار ما توجهنيش ان ما فيش لعب بالأهلي في الاربعة بتوع المركز ده او في الاربعة اللي انا بختار منهم واحد في الحتة دي عشان خاطر اكون انا عارف ان لو فيه حد من الأهلي الناس هتختاره طب ما تختار ما تختاره قصد ده تصويت ويا جماعة التصويت دائما ليس معتمد على فكرة التحليل الفني لان لازم نفهم ان التصويت ليه شكله وليه فكرته وهو غرضه التفاعل وان الناس تعبر عن اللاعبين اللي هما شايفينهم افضل دي كانت القصة اللي شوفناها واعتقد لو عندك تعقيب عام على فكرة الاختيارات بتاعت الرابطة وعلى فكرة قلية الاختيار قبل بقى ما نروح لمين قال ايه انا طبعا يعني على مدار المسابقة وعلى مدار التصويت الناس قلقت من شعبية النادل اهلي وانا هنا لازم اركز على فكرة شعبية النادل اهلي مع كامل احترامي طبعا للعيبي النادل اهلي الذين تم اختيارهم وفكرة الاختيار بالانتماء اه هي الاختيار بالانتماء والاختيار بلاعب الفريق والزمالكاوي يختار الزمالكاوي الاهلاوي يختار الاهلاوي حتى لو فيه بعض النقاط وبعض المحنين لهم اراء مختلف ولكن انا كنت بشوف دايما ان الاستفتاء ده استفتاء يظهر حقيقة شعبية النادي الاهلي وجمهرية النادي الاهلي ومن وجهة نظري يعني يسقط الاقناع عن كل من يتحدث عن مساواة في حقوق رعاية وما شابه فاعتقد الربطة تأثرت بفكرة شعبية النادي الاهلي فبارقة تعمل حاجات غريبة جدا تبدأ تنزل بالتصويت على تويتر وتبدأ تقولك ايه فيه تصويت اختار لعبين فالناسبة بقت واضحة فتنتي في النهاية طب وليه تم روح على صفحات التواصل الاجتماعي كلها فتلاقي التعليقات عشان لما يطلع حد هم مختارينه يكسر سيطرة النادي اللعيب النادي الاهلي يبقى الدنيا تعدي فبدأوا يلاقوا ان الجماهير فهم القصة دي فبدأ يعمل يستبعد لعيب النادي الاهلي يعني تخيل اقوى دفاع في الدوري المصري ما يتمش وضع لاعب واحد غير محمد عبد المنان فقط لغير ضمن تمانية سنتر باكس ازاي يعني لانه لو حط ياسر ابراهيم في الجانب الاخر او رامي ربيع في الجانب الاخر هيبقى عارف كويس قوي ان الاتنين سنتر باكس من الاهلي تعالى لقصة قط الوسط واستبعاد فكرة ان انت تشيل حمد فتحي خالص من الصورة كأن احتراف حمد فتحي في نهاية اخر مبارتين في الدوري اسكتوا عن حمد فتحي الترشح ليه لان اصل هو لو حط حمد فتحي فهو حط الو ديانج ومروان عطية وحمد فتحي مستحيل هيحط التلاتة في مكان واحد هيودي واحد منهم للجانب الاخر فيتم اختيار الاتنين اهلي فكانت مشكلة كبيرة جدا وتستشعر ان الربطة كانت بتحاول قدر الامكان تستبعد سيطرة النادي الاهلي ولعبي النادي الاهلي برغم الحقيقة ان الموضوع يا فارس بالنسبة لي لكن اول قصة كلها كان قلق من ظهور شعبية النادي الاهلي الكاسحة اللي تجاوز 90% دايما من التصويت سما المؤشرات اللي حصلت في التصويت هي اخطر من فكرة التصويت وعشان كده ده يا جماعة التفاصيل الشيطان يتمن في التفاصيل ليه لان بصراحة المؤشرات السلبية اللي حصلت لازم القائمين على التصويت ده كان ياخدوا بالهم منها لان هي ودت الناس لشعور اكتر بكتير جدا من ان انت حط التصويت سيب الجمهور يقول فيه اللي هو عايزه انت لو بتتعامل بعقلية ان انا في تصويت احط فلان عشان امنع فلان ولا احتوي فلان ولا احتوي زيزو ولا احتوي حسام عبد المجيد ولا احتوي بعض اللاعبين يبقى انا بدي الناس فكرة ان انا ده ده منهاجي ودي طريقتي انا مش مفترض احتوي لاعب ولا اخلي لاعب موجود بالشكل ده كان خطأ كبير جدا 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 اللي حصل ده لانه هو ادى مؤشرات وانطبعات سلبية كبيرة جدا عن فكرة تصويت الربطة ولكن كان فيه يعني لو ده كان شيء سلبي شوية فكان في رأيي فيه بعض الامور السلبية بشكل اكبر بكتير جدا وهي بعض التعقبات اللي محتاجين نسمعها ونرجع نعقب مابلولو محمد شريف فخر لكاي هم قدامك وطبعا ده محمد حمدي مابلولو مابلولو كم جون وده جايب كم جون انت بش بتعضى بالارقام ماشي هو هدف الدوري طيب يعني واحد هدف الدوري هتدالي محمد شريف اللي ما كانش بيالعب ها جمهوري الاهلي هيكسب اهو اول اكتر انا بقولك شيل محمد شريف اهو اول اكتر شيل محمد شريف وحط عم حارب وربنا هيكسب عايزت انا اكتر من كده تعرف دايما جمهوري الاهلي بيتفاعل على سوشيال ميديا اكتر جمهور في العالم ماشي ما اختلفتش معاهم فعشان كده هم زي التطار طالما حد ريح تنادي الاهلي بهو طب ليه جمهوري زي ماكما بيخشش ان يبوز الليلة كده عشان بيفهم يعني هو عايز لا 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 انا قصدي يعني ايه بيقيم على حسب الاداء وال ما عندوش حطة ان اهلي وخلاص ان هو ما بيخشش عشان ان هو شايف ان ما فيش حد حتى لو انت حطت حد من الزمالك زي الجزيرة مش هيخش ده الجزيرة مش موجود أصلا ما انا بقولك مع ان هو يعني اعتبر بعد الزيز وهو الدفل الزمالك انا قصدي ايه مش دول الفراو ده حط انت مثلا الجزيرة جمهوري الزمالك هيصوت لما بلوله يعني للأسف انا لم اكن اتصور ان جمهور النادي الاهلي اللي في وقت كبير جدا كان بينده على كابتل رضا عبد العال ويقول له رضا يا رضا تدلع يا رضا يجي في يوم يقول عليه انه جمهور ما بيفهمش لان ده تفسير الكلمة انت في الاول اتكلمت عن امور تصوطية دي مش قصتي انما قصتي هو هذا الوصف مش تحليل الموضوع انه جمهور الزمالك لو عنده الكفرة وعنده القدرة التصوطية وعنده الفئة التصوطية لانه هو في وقت ما بيكون مرشح لعب منه قصاد لعب من النادي الاهلي والمنتج النهائي والنتيجة النهائية بتكون نسبة صاحقة لجمهور النادي الاهلي فحاجة جمهور الزمالك هو عايز يصوط فيها فبالتالي بغض النظر عن قناعتك للفهم من عدمه هو مش هيقدر يغير النتيجة ولكن الوصف وتحليل ده وتأويله انه جمهور الزمالك بيفهم واسقاط ده على انه جمهور النادي الاهلي بيدخل في التصويت يختار وكأنه هو جمهور ما بيفهمش ده إساءة كبيرة جدا يا كابتر رضا لما انت خرجت من نادي الزمالك وتم الإساءة إليك وقتها في مجلة نادي الزمالك والتنمر عليك وأصفك بأمور تخصك اجتماعيا وماديا وكتير جدا من الأشياء بكل الأنواع النادي الاهلي هو اللي احتواك وجمهور النادي الاهلي هم اللي صنعوا ليك قيمة بعد ما خرجت من نادي الزمالك فالحديث عن جمهور النادي الاهلي بهذا الاسلوب الغير لائق واللي بصفه بالغير محترم بالمرة غير مقبول انت ممكن اللي قلته في الأول حقك قص الجمهور الاهلي بدخل زي التطار لأن دي فكرة التصويق ادخل كده شوف كريستان رونالدو وميسي حطهم حتى وهم مش في أفضل حالات حطهم في تصويت ما بالك ده حاجة هنا جمهور الاهلي شايفها عادلة ولكن أصلا ده بيحصل في التصويت شنايدر لعب ويسلي شنايدر لعب الانتر ميلان وقت ما ترشح لجائزة الكرة الزهبية طلع الرابع طلع الرابع وكان كل المحللين الفنين في العالم وقتها شايفين ان هذا الرجل هو الأحق بالكرة الزهبية طلع الرابع بعد ميسي وإنيستا وتشافي وباختيار مين مش جمهور ده باختيار مدربين وكبات المنتخبات انت متخيل ولكن طلع الأول في اختيارات الصحفيين فإذا التصويت حتى من عناصر اللعبة كان عندهم جزء من العاطفة فانت لو بتتكلم في الجانب ده بس أنا أقول ان ده لا ينتقص من جمهور الأهل ولكن الوصف والتشبيه بيفهم وما بيفهمش دي إساءة أدب شديدة لجمهور النادي الأهلي اللي أنا بقول كان ولازالة له فضل كبير جدا عليك ان انت تقعد في شاشة عشان تتحفن بالقراء الخالية من المنطق والخالية من الموضوعية والخالية من الاحترام زي ما أنا بأكب على ده أنا سعالني أكتر محمد فاروق الحقيقة يعني أنا متفاهم جدا أنا ممكن أكون إعلامي أهلاوي وخلص البجروند بتاعي الأهلي خطة أحمر أساسا وتجي لي مثلا إذاعة أو حاجة زي كده وأبدأ أن أنا أشتغل وأقدم برنامج موضوعي فهل أنا ممكن أقبل أن حد يتحدث عن جمهور النادي الأهلي وقابل ده بابتسامة أو بدحكة لا 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 استنى لا والله والله أبدا ما يحصل ولا ينفع ولا عرف وده لا يقالل من الموضوعية ولا المهنية شيء لأن ما ينفعش أتكلم عن شريحة كبيرة من جمهور قرة القدم المصرية بالشكل ده ودخل الفهم وعدم الفهم في القصة طيب جمهور النادي الزمالك بيقول أن هي لو عارفة أن اللعب بتاعها أفضل هتختار لعيبها الأفضل هل جمهور النادي الزمالك عندها شك في قدرات أحمد فتوح كباكلفت كانت فين في التصويت أمام علي معلول اللي هم أساسا بيقولوا على حد تعبيرهم أن علي معلول كبر في السن والكلام من هذا القبيل ما ظهروش ما تخطوش خمسة في المية علي معلول كان معدت تسعين في المية من التصويت القصة باختصار شديد أن كابتن رضا عبد العالي عنده أزمة وأزمة صعبة وأزمة نفسية صعبة جدا مع النادي الزمالك ولم يستطيع أن هو يصون جميل النادي الزمالك والحقيقة مش مشكلة النادي الزمالك خالص على الإطلاق أن أنت مقدرتش في سنوات الأخيرة مع نادي الزمالك تحجز مكانك في التشكيل الأساسي لأنك لم تكن تعطي التمرين حقه وكان واضح عليك يعني من زيادة الوزن والشكل اللي احنا كنا بنشوفه في آخر سنواتك مع النادي الزمالك دي مش مشكلة النادي الزمالك وعلى فكرة حقيقي أنت عشان تكون جاي من أي نادي في مصر أي نادي في مصر بما فيهم نادي الزمالك أنت عاوز تحفر في الصخر عشان تشارك أساسي داخل النادي الزمالك وتصنع عليك تاريخ جواه النادي الزمالك على العكس لعب النادي الزمالك لعب النادي الزمالك يروح أي نادي في مصر بما فيهم الزمالك سهل جدا يقدر يتقلق ويكون نجمي الفريق ومش هيزديك أمثلة كتير جدا جمال المحميد اللي كان مشطب في النادي الأهلي وسبب إصاباته وأشياء أخرى جنب الإصابات متعلقة بسلوكياته لما راح نادي الزمالك أصبح نجمة عند نادي الزمالك كابتن حسام حسن أصبح نجمة عند نادي الزمالك فالطريق أن أنت تكون نجمة في أي نادي في مصر وأن تلعب سابق في النادي الأهلي ده سهل ليه؟ لأنك متعود على أنك أنت بتتمرن وبتحفر في الصخرة عشان تلاقي نفسك مكان أساسي لكن لو جاي للنادي الأهلي ده أنت صعبة أولي لأن دكة النادي الأهلي نجوم على أي فريق تاني على نجوم أي فريق تاني وبقولها بما تحمله كلمة بمعنى اللي عاديين على دكة النادي الأهلي في سكوايد النادي الأهلي نجوم يقعدوا أساسيين في فرق أخرى بما فيهم نادي الزمالك دكة ليهم فمش مشكلة النادي الأهلي إن أنت جيت لقيت الصعوبة دي فإنك تلاقي نفسك وتلاقي مكانتك ونبدأ نفتكر يعني مش بنبخص حقك تكون تلعب كبير والعيب موهوب للأمانة وعندك سروباست تقدر توصل المواجب من أي مكان ولكن في النهاية أنت وقفت عند نقطة محاضرة ما دفش تخطاه مع النادي الأهلي غيرك تخطاه وتخطاك فدي اللي عاملك أزمة وعملات مشكلة لكن اللي عامل لنا أزمة ومشكلة لأن اعتدت ده من رضا عبد العالم هو أنت إمتى يا كابتن فاروق تاخد بالك شوية أن أنت لبست تيشرت النادي الأهلي إمتى تاخد بالك شوية من أن النادي الأهلي هو صانع اسمك إمتى تاخد بالك من ده أنا عايز أفهم يعني شايف أن أنت عايز تكون مهني وموضوعي ما عنديش أدنى مشكلة لكن أخبار هنتعرض لها بتكون ضد النادي الأهلي هتروح لنقطة تانية أن أنت بتسمع حد بيتكلم عن جمهير النادي الأهلي في إشارة واضحة أنهم بيفهمش أو جمهير الزمان بتفهم فبالتالي جمهير النادي الأهلي بتفهمش فيكون المقابل ضحك وابتسام على شيء محزن مغجل ده أمر صعب جدا لكن الحقيقة خلينا نروح لناس اللي بتفهم والناس اللي معندهاش ضغاء الناس اللي معندهاش مشاكل وأزمات نفسية الناس اللي ممكن تختلف مع رأيها لأن رأيها بس مش رأي نابع عن نفسنا مش رأي نابع عن أزمة نفسية نروح لكابتن محمد عمر وأبيتحدث عن اختيارات أفضل لعبي هذا الموسم وما يقولونه حقيقة يستحق يعني مش ما زاد بقى أهلي وزمالك النماء هما طبعا يمكن الحداشر دول هما كانوا الأفضل في الموسم اللي فات هو فيه طبعا فيه لعيبة تانية لكن برضو انت لما يعني أتمنى برضو في الفترة اللي جاية لما بجي اختار لعيب أو بحط أحسن لعب مثلا يعني ما يبقاش هو خيار الجمهور هو الأساس لأن الجمهور ممكن يختار حسب الانتماء وبالعاطفة أحيانا وبالعاطفة فأرجو أن يبقى فيه لجنة من المحللين من الخبرة أعتقد المرة دي كان فيه كابتن فرق صوتوا ومدربين الفرق برضو المشاركة برضو صوتوا بس فيه الناس منهم يعني قالوا نحن كناش موجودين طول الموسم فبالتالي ما يعني انتنوا عن التصويت لكن الغالبية العظمة هيبقى جامهين مش عارف لكن كان فيه لعيبة تستحق لكن هو في النهاية أنت محكوم بحداشر لعب فأنا شايف الاختيارات كانت منطقية جدا صحيح فيه بعض اللاعبين كان ممكن يضافوا لكن أنا شايف المنطق وفيه تمانية من النادي الأهلي أعتقد في تمام مراكز لأن النادي الأهلي يعني الموسم ده بالذات لو كان اختاروا الحداشر اللاعب أنا كنت موافق عليه لأن النادي عمل حاجة استثنائية في موسم واحد خمس بطولات ولسه فيه بطولة السوبر إن شاء الله يكسبها بإذن الله يبقى عمل رقم أنا شايفه رقم قياسي جدا وبالتالي لعبته حجم المشاركات الداخلية والخارجية والبطولات لا تدي لعبة النادي الأهلي عن جدارة الحداشر اللاعب مش تمانية بس لكنه ما بقوله بالتحديد ما حدش يقدر يتكلم لأن ده أحسن مهاجم في الدوري وهده في الدوري فمنطف جدا أنه يكون موجود هنا بتسمع كورة هنا بتسمع شخص بيتكلم بلغة الأرقام طبعا يعني الكابتن محمد عمر غني عن التعريف مع الإذاء الكبير طبعا الأستاذ عثمان أبازة وهو بيتحدث عن فكرة الاختيار فشوف بيقول أنا بالنسبالي القصة عشان منحصرة في 11 لعب أنا بشوف أن طبيعي جدا الحداشر لعب يكونوا من النادي الأهلي لأن أحققوا كل شيء في الموسم ولكن مبلولو هو هدف الدوري وبالتأكيد أنت ساعات بتقف عند بعض اللاعبين ما ينفعش تتجنبهم من التشكيل خلينا أقول لكم لما حتى تم الاختيار بعيدا عن أراء الجماهير وهي حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط الـ M-E-F-A إيه التشكيل اللي تم اختياره برغم أن ده بقى خبراء مش فقط يعني تصويت جماهير وبرغم أنه كان فيه 2021 و22 و23 وحصل تلاحهم كده مواسم غير مفهوم بالنسبة لنا لكن خلينا في موسم 22-23 هتلاقي الشينا وحرس المربو خط الظهر هو خط ظهر النادي الأهلي أقوى خط ظهر من اليمين للشمال مش من السنتر باك يعني هاني منعم ياسر إبراهيم علي معلول تعال الخط الوسط السلاسي ديانج مروان عطية يعني خلص هما استبعدوا حمدي فتحي يعني وجهت نسيه تقريبا بعد الاحتراف عبدالله السعيد السلاسي الأمامي الشحات مبلولو زيزو اختاروا كام لعب من نادي الأهلي وكام لعب من نادي الزمالك لعب واحد فقط لغير من نادي الزمالك لعب من الاتحاد لعب من بيرامدز التشكيلة أهلي التشكيلة أهلي فده اللي تم اختياره من م اي اف اي وده اختيار بقولك مش جماهير يعني جنبنا بقى الجماهير روح يا جماهير اللي بتصواتي بالانتماء وده شيء طبيعي وقلت لكم الاستفتاء الاستفتاء على الشعبية روحنا بقى للخبراء ايه اللي اختاروا اختاروا فقط لغير تلات لعبين تلات لعبين من خارج جناد الأهلي زيزو مبلولو عبدالله السعيد الباقي كله أهلي افضل الله في الموسم الشحات أهلي فده الكلام المنطقي تعالى بقى نرجع تاني الكابت الرضا عبدالعال وفكرة الجماهير التي تفهم والجماهير الأخرى يعني هو الشكبال عمل ايه في آخر عشر سنين في بطول الدورة أبطال أفريقيا عمل ايه في دورة أبطال أفريقيا على مدار تاريخه مع نادي الزمالك المحصلة ايه حد يقول كده المحصلة ايه زيرو صفر حرفيا دخل في استفتاء أمامه خامة بليات لعب ساندون جماهير نادي الزمالك كانت بتقاتل بتقاتل من أجل منح الجايزة لشكبال برغم أنهم عارفين أنه أصلا رصيده صفر أفريقيا عمل ايه حد يقول الشكبال عمل ايه أفريقيا صفر ومع ذلك الجماهير اللي من وجهة نظر الكابتن رضا عبدالعال اللي بتفهم الحق أنية العادلة كانت بتقاتل من أجل الشكبال ومع ذلك أمام خامة بليات لعب ساندون ما قدرتش تفوس في الاستفتاء ده ما قدرتش تنجح فارقها فورد يا كابتن رضا الإحباط للجماهير المنافسة لأي لعب في الناد الأهلي على أي استفتاء خلاهم يعزفوا عن الاستفتاءات دي أو يتم عمل حملات إعلانية يا جماعة صوتوا لللعب بتاعنا لكن الرعاية وفرق الشعبية واضح بشكل كبير جدا ولكن هي أزمة من الأزمات اللي احنا بنواجهها في الإعلام الرياضي الحقيقة حلقتنا النهاردة يا فارس هتكون عن أزمات نفسية كتير في الإعلام الرياضي ومش عارفين حلها يكون إيه لأن الحقيقة أنا بشوف يا جماعة ده احنا نجيب لكم حاجات الكدب بيترقى ما بقاش يروح النار الكدب بقى بيترقى ما بقاش بيروح النار نا هو بص يا سامة يعني كابتر رضا عبد العال بصراحة يعني أو رضا عبد العال تحديدا أنا لما بسمعه بشوف أن رصيده فقط في الشو اللي بيحصل ده هو شخص يعرف جيدا أن أدواته الإعلامية هي الشو لا على مستوى التحليل هو رجل أكاديمي ولا على مستوى التدريب رجل حقق نجاحات حتى مع احترامي لرصيده كلاعب اللي ما نقدرش ننكره عليه ولكن بعد ما خلص تجربته كلاعب نجاحاته يعني ما كانتش موجودة في أي مجال إلى أن بدأ ياخد السكة دي هكتور كوبر يعود تحديات ويقلل منه هكتور كوبر رجل يحقق نتاج في كاس العالم وهكذا بقى إيس على كل حد هو بيطلع ياخد عكس السائد مرة حتضرب وعشرة لأ بس الناس هتفتكر اللي مسمعها أبدأ أقلل من ده أقول على نفسي هجاص بعد كده أبدأ أشتمل ناس فأنا بشوف أن رصيده الإعلامي كأدوات صفر فإذا هو الرصيد اللي يمتلكه هو فكرة الشو وهي الفقرات دي وبمناسبة الكلام عن محمد فاروق يعني بصراحة أنا أسامة وأنا بسمعه إحنا شفنا منه حاجات أكتر من كده بكتير هو بيعملها بنفسه فبالتالي يعني تخيل الكلام على هوا ولا مش على هوا عشان يدخل يرد هو إذا كان بنفسه بيحاول يستغل لأي فرصة عشان يمرر أخبار غير حقيقية عشان يضرب في النادي الأهلي عشان يقلل من النادي الأهلي عشان يا جماعة ده بيت سمسي ماني مرة راح يعمل عمل خير بيتم متخيلين يا عمي سيبه ده أنت كم ناس بتطلع تشتم بالأهل والأمه والنادي الأهلي بيتعرض لكل أنواع الإهانة ما وقفتش مرة قدام كاميرا وقلت عيب كنت بتستخبى وكنت بتعمل نفسك مش شايف فمرة يعني بيت سمسي ماني كان بيعمل عمل خير راح جايبه جاب السور وزايد عليه فأنت بتتخيل أن واحد أصلا متربس بأي حاجة تخص النادي الأهلي هيبقى هو منتظر أن حاجة بتتال على جمهور النادي الأهلي فده يصير حفظته يعني ويدخل يرد يعني دي 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 أصعب من موضوع التشكيل اللي من يمينه والشيال فأنا بالنسبة لي طبعا أجماعة في أمور لناس أنا بشوف أنه هم ما عملوش اعتبار لتيشرت النادي الأهلي اللي كانوا لابسينه ويمكن بشوف الناس دي بتخرج في أوقات كتير جدا تحس أنه جمهور النادي الأهلي جاي عليها جمهور النادي الأهلي عمرو مكان جاي عليكم شوفوا اللد جمهور النادي الأهلي لحد دلوقتي جمهور النادي الأهلي بيقولوا عليه وشوف اللي بيعمل ده جمهور النادي الأهلي يا جماعة هو اللي اداك وانت في الملعب وهو اللي اداك رصيد وهو اللي اداك حاجات كتير جدا عمرو جمهور النادي الأهلي ما هيستشعر منك إن أنت بتحب الأهلي وتغير على النادي الأهلي وحييجي ضدك وخلي بالك مش معنى كده إن إحنا بنطلب منك إنك تبقى غير مهني ده إحنا يا أخي منتظرين منك حتى أقل درجات المهنية اللي هتخليك توقف ضيف وتقوله عيب اللي بيتقال ده إنما إذا كانت المهنية مش موجودة وإذا كان الغرض موجود فهتشوفوا نسخة من اللي بيعملوا محمد فاروق وكتير جدا من أبناء النادي الأهلي الصابقين اللي هيكونوا في خانة لوحدهم جمهور النادي الأهلي ونرجع للتصويت كان هناك اختيار أصار جدل وأصار ضجة حتى خارج مصر يمكن سريعا كان اختيار زيزو زيزو أنت كمشجع تشوفه أفضل لعب في مركزه فنيا أو مش فنيا ده وجهات نظر ولكن إن يبقى فيه لعب زي رفيق قبو وده تصويت ويكون واخد 53% من أصل 177 ألف صوت 78 عشان 940 بزبط وتبدأ تروح كمان لعلى فيسبوك يا أسامة وتلاقي نفس الوضع التعليقات لو دخلتها هتلاقي يمكن زيزو كان أقل لهم تعليقات لأن كمان أغلب التعليقات كان بتقول فين لعب الأهلي أو فين بيرسي تاو فهنا كنت حتشوف أن رفيق قبو ما كانش خسران وللدرجة اللي خلت يا أسامة حاجة غريبة جدا لأن صفحة أمبي الأول تطلع تعلن إن اللاعب هو اللي فاز بالتصويت وأفضل لعب في الدورة في ربطة الأندية في اختياراتها ثم نلاقي ربطة الأندية بتعلن حاجة تانية طبعا يا جماعة فوضى فوضى كانت في مشهد غير لائق بسبب حاجة حاولنا نصادر فيها الجمهور ولكن اللي زعل هو لما تليجي تلاقي الإعلام التونسي بيشوفنا عشان حاجة بسيطة جدا زي دي يشوف حاجة صعبة جدا على الكرة المصرية لما تسمعوا اللي تقال على ربطة الأندية من وهي أكتر جهة مفترض تكون حريصة على المسابقة وشكلها فتخلي شكل المسابقة بالشكل اللي تقال في تونس ده نسمع تقال إيه كويسا لعب تونس يتعرض ضربة مال للظلم وأمر غريب يصير في مصر نحكيه على لاعب أمبي المصري رفيق كاب ولاعب السابق للتحاد المنستيري والندي سفيقسي وواحد من أبرز الملعبية في فترة معينة في البطولة التونسية خرج للبطولة المصرية وقتها درجة ثانية ثم سعد ثم مشاه الأمبي في الدرجة الأولى وتوحى لين واحد من أفضل ملعبية في البطولة المصرية شنو اللي صار أنه رابط الأندية المحترفة المصرية كانت عملت صنداج على الصفحات التاحة على مواقع التواسط الاجتماعي وخاصة تنى على تويتر يختاروا فيه الجماهير أفضل جناح أيمن في البطولة المصرية يعني كل مار يختاروا بفوست والجماهير تصوت على الملعبية اللي نجم يفوزوا بالجائزة هي مش جائزة معناها مالية ولا غير وفقط هو تصويت للجمهور وجائزة معنوية أكثر منها مادية وغيره فبالنسبة للتصويت متاع أفضل جناح أيمن في البطولة المصرية كما نشوفوا تواف الناس تفرج فينا على فيسبوك واليوتوب شوفوا الرابط المصري حطت أربع لاعبين في التصويت هذية أربع ملاعبين من بينهم رفيق كابو طبعا وأحمد سيد زيزو لاعب زمانك المصري بالإضافة إلى زيزو اللاعبين أخرين اللي هما مصطفى فتحي وقاريندو اللي يفاز بالتصويت هذية حسب التصويت حتى للحظة هذي وحتى قبل ما يتم الإعلان على الفئز اللي هو رفيق كابو بنسبة 53% من التصويت يليه أحمد سيد زيزو 45% هاو الناس تفرج فينا تاوت نجم تشوفوا التصويت قدامها على المباشر دونك هنا نرمال ما اللي رفيق كابو هو اللي بيش يكون فائز بالجيزة هذي إلا أنه إلا أنه الرابطة المصرية تعلن فيما بعد في الصورة اللي بعد تعلن على أنه أحمد سيد زيزو هو اللي فائز بالجيزة هذي دونك هنا أمر غريب برشة وخاصة أنه خلى حتى الجمهير المصرية تستغرب من اللي صار وما تفهمش نيه اللي صار الشي اللي خلى زاده فريق أمبي فريق رفيق كابو ينشر البارح على صفحته الرسمية يهني الملعبين بتاعه ويقول أنه هو أفضل جنيح أيمن في البطولة المصرية وما يستعرفش بالإعلان والبلاغ الرسمي بتاع رابط الأندية المصرية سمعنا البارح حتى تصريح لرافيق كابو في إذاعة موزييك دونك قال أنه تعرض للظلم قار حرفيا أنه فهمت رفيق في الموضوع وفهمت تدليس في الموضوع هذي بما أنه التصويت كان واضح قدام الناس الكل لكن الرابطة اختارت اختيار آخر اللي هو ساحب مركز ثاني أحمد سيد زيزو ما نعرش الظلم هذي على أساس أنه هذي مصري وهذي مش مصري على أساس أنه هو يلعب في الزمالك ورافيق كابو يلعب في فايخ في وسط الترتيب اللي هو أمبي دونك حاجات غريبة وكالعادة العرب بصفة عامة يفهمون بحاجات غريبة جند لو كان جاء التصويت لو كان جاء للتصويت معناها نقولوا أحنا بعدد معين من الناس في الأعضاء انت عرابطة ولا غيره نجم ونفهم لكن ذي التصويت قدام الناس الكل والنتيجة كانت واضحة لكن البلاغ عكس دي كل ألف مبروك وراول أحمد سيد زيزو يعني أنتو لو شفتوا مشكلة أحمد زيزو ورافيق كابو يعني أم الله وعرفتوا بقى ما حدث مع دبش وحسام عبد المجيل يعني تخيل إذا التونسية بتتحدث وبطول بغضوه هل عشان زيزو لعب في نادي الزمالك اللي الحقيقة يتم الإعلان أنه هو أفضل لعب ويبخصه حق رفيق كابو اللي طبعا كان محق نسبة أعلى من أحمد سيد زيزو وغريب جدا لما يتقلق على كافة وسائل التواصل الاجتماعي للربطة اللي هما كانت 42 ألف تعليق أنا بقولك أنت لو فتحت الفيسبوك في أي وقت وحاولت تتحمل بس 3 ألف تعليق الجهاز أيا كان نوع هيهنج منك فتخيل 42 ألف تعليق دول يا سيد الفاضل ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله تم فرزون في ساعة زمن عشان يقولك أصل أحمد سيد زيزو هو اللي خد الجائزة وما تكشف أهي يقولك أصل 42 ألف والتلاتة وخمسين لنسبة حاجة واربعين قريبة ده اللي حصل مع دبش أكتر من كده بكتير أولا استبعاد سنتر باك من النادلال دخل دبش مع حسام عبد المجيد دبش خد 60% على تويتر من 29 ألف صوت يعني 17 ألف وربعمائة صوت على الفيسبوك 11 ألف كومنت للأربعة للأربعة كان وقتها حسام عبد المجيد واخد 10 ألف يعني نشوف حسام عبد المجيد 10% يعني محمود علاء كان معدي العشرة في المية من 29 ألف صوت دول كم صوت؟ 2900 صوت قولي يا عم 3000 صوت التعليقات اللي على الفيسبوك أصلا كلها 11 ألف كومنت لو كلهم كلهم اكتاموا على حسام عبد المجيد فيبقى مع 3000 يعمل 14 ألف صوت اللي هي ما عدتش ما عدتش أصلا نسبة رفيق كابو اللي عامل 17 ألف وربعمائة صوت فما تزعلش يا قصدي دبش فما تزعلش يا كابو اللي حصل مع دبش أعظم بكتير وأصعب بكتير من اللي حصل معك ولكن جنسيتك مصري فما لقيتش إزاعة تتحدث عنك وعن الظلم الواقع عليك في تصويت الربطة والبعض جاي يقول أصل التصويت متعلق بفكرة ناس بتفهم وناس ما بتفهمش رجاء ربطة الأندية اعملوا تصويت الموسم القادم للجماهير بمعنى للجماهير إن شاء الله يختاروا الحداشر لعب من فريق واحد وأعمل استفتاء آخر ليك بقى خبراء وكابات انفرق ومدرين فنيين وأعلن ده وأعلن ده وبعدين الجماهير ما تفكتش ما تفكتش يعني التفاعل اللي بيجي لك من الجماهير النادل أهلي يقول النادل أهلي جماهير عظيمة هي من أكتر الجماهير المتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم ما بين الأندية خلونا عندنا كلام كتير جدا عن الإعلام وما نمر به ولكن بعد الفاصل ورجعنا لكم والأهلي خط أحمر وعشان فكرة الأهلي خط أحمر فحقوق النادي الأهلي خط أحمر حقوق النادي الأهلي إن ما يقدم للفرع الأخرى من استثناءات لازم النادي الأهلي ياخد حقه فيها الموضوع هنا لأن احنا لازم نوثق بعد انتهاء الأزمة وطلع كابتن خالد بيبو وتكلم عن فيتوريا وتواجد لعب النادي الأهلي الدوليين الأربعة اللي حيكونوا مش موجودين في مباراة تونس وحتواجدوا مع النادي الأهلي ومن اليوم الأول النادي الأهلي كان موقفه قوي في القضية دي ولكن اللي بنقوله هنا لأن البعض ما زال يدلس ويتكلم إن النادي الأهلي تمت مجاملته وإن النادي الأهلي ما كانش على حق في الاحتفاظ بلاعبه وكأن التضحيات اللي النادي الأهلي قدمها وليس كل ما يعرف يقال وكاس عالم للأندية رحت بدون لعبتك ومباراة بتروح تلعبها في كوريا مع المنتخب مع كابتن إيهاب جلال وإنت عندك مباراة في الدورة تتحرم الدوليين ولعبتك اللي بتتخذ المنتخب الأولمبي كل التضحيات اللي فيش فريق في مصر قدم زيها بس يوم ما كنت جيت تتكلم وتقول لعبتي معايا في بطولة إفريقية رسمية البعض قال إنك إنت بتتجامل وعشان النادي الأهلي ما ينفعش حد يقول إنه هو بيتجامل الفقرة دي هتوضح لكو ده كويس جدا لما نطلع نسمع أول فيديو معنا ونرجع نعقب ما تفهمش بقى هي بتبقى لعبة بتتعمل من الآخر كده بقى علشان إيه أقولك لما بيكون الأندية الكبيرة والأندية الجماهرية مقبلة على مباراة هو مش عارف ما صارها مباراة بطولة واحدة في بداية الموسم زي مباراة السوبر الإفريقي وهو متفق وده وفقا لي كلام مدير المنتخب محمد خالد غرابة إن إحنا أورادي متفقين مع المسؤولين في النادي الأهلي إن أربع لعيبة يجي بقى النادي الأهلي يطلع بيان ولا يتكلم دلوقتي ويقولك إحنا لا عايزين أنت من لعيبة لا إحنا عايزين اللعيبة ما تلعبش ماتش تونس وهو عارف إن في الأجندة الدولية لن تتقدر حتى لو المنتخب مش هيلعب إثيوبيا في مباراة رسمية هو عارف كويس قوي في النادي الأهلي وخلنا نتكلم عن الأزمة بتاعت النادي الأهلي إن لوائح الاتحاد الدولي بتلزم الأندية إنها تمنح لعبيها للمنتخبات الوطنية بيحصل توقف في كل دوريات العالم لو الدوري شغال طالما أجندة دولية لو مش هيلعب ماتشات ودية شوف لو مش هيلعب ماتشات ودية ما فيش ولا نادي من حقه إن يطالب بشكل رسمي بشكل رسمي أي منتخب في موزنبيق عارف بتوع دوري موزنبيق دوري بوركينيا في ياسو أي أن كان الدوري في العالم دوري الإيطالي دوري الألماني أي أن كان الدوري في العالم إن عندك أجندة دولية ما تقدرش تطلب ولا لا يا إسلام اللي أنت بتقوله ده اسمه حق يرد به باطل فحاجات كتير جدا أولاً أنت أخفلت معيار مهني وأعلامي لو بتتكلم مفترض ما ينفعش تخفله وهي أنك استنادت في الموقف لاتفاق على لسان محمد غرابة الراجل اللي مسؤول في المنتخب ما احترامي لي وما احترامي لشخصه أنا كلامه مش حج علي ولا النادي الأهلي خرج وقال إنه هو آل ده تكن عندك محمد غرابة خرج بتصريح ماهوش حج عن النادي الأهلي إطلاقاً ويهو النادي الأهلي خرج ببيان واضح وصريح بيتكلم فيه عن وجود لاعبي وبيتكلم عن الموقف بتاع تمسكه بلاعبي فأنت هنا بتتكلم فيه إن النادي الأهلي عنده موقف ومعلن ويهو حد من المنتخب طلع قال تصريح موعلن انت خدت جانب وسبت جانب وده شيء غريب جداً 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 مهني طيب هل أنت عندك ما يفيد إن النادي الأهلي فعلاً أقرب اتفاق على ده الإجابة لأ طيب بعد كده رحت لللوايح وتكلمت إن اللوايح ولو الدور المزنبيقي أنا هنا بقى مش حنتكلم في زمالك وبرامة زوكاء ده جايله إنما أنا هنا بكلمك في الجزئيات اللي أنت قلتها أنت بتقول اللوايح بتقول إن اللاعبين طب وهو النادي الأهلي لما كان بيسيب لعبته المنتخب الأوليمبي كيات اللوايح بتقول إن النادي الأهلي مكبر على ده هو النادي الأهلي في أوقات كتير جداً كان بيسيب لعبته في خلاف الأجندة الدولية عشان المنتخب عايز يعمل معسكرات كيات اللوايح بتقول ده في مواقف كتير جداً النادي الأهلي ضحة فيها كيات اللوايح بتقول ده ده النادي الأهلي خسر دوريات معه للأسف أنت ما أنت هتعرف التاريخ من إيه ولو عارف مش هتقول النادي الأهلي خسر بطولات دوري بطولات دوري بالورق أو الألم وستعرضنا ده واتكلمنا فيه قبل كده عشان لعبي الدولين اللي كانوا بيروحوا معسكرات إعداد لبطولات ودية مع المنتخب بطولات ده وريخسرها لأن النادي الأهلي عنده اللاعبين الأبرص في المنتخب هل ده كانت لوايح؟ هل اللوايح بتقول أنك تختر النادي الأهلي قابل لها بخمس تيام أن أنت بتستدع اللعبة دي؟ هل اللوايح بتقول كده؟ هل نصوص اللوايح بتقول أنه هم خمس تيام ولا بتقول خمس تاشر يوم وبتقول لوايح تانية خالص فإذاً أنت بتتكلم بتعتمد على أن المتلقي ما عندهش المعلومة وبتصادر على رأيه وبتقول له كلام هو تضليل تام للي بيسمع اللي أنت بتقوله أو بيعتمد على أنه يستفز جماهير النادي الأهلي فيكون له معانا فقرة هنا على شاشة عظيمة اسمها شاشة قناة النادي الأهلي وده بالتأكيد شيء يسعيده حتى لو كان الكلام اللي بتوجه له كلام سلبي طبعاً لتصرحاته بالتأكيد أنا مش روح لقصة اللوايح والقوانين لأن الحقيقة القصة عندي إسلام مش لويح ولا قوانين القصة هي توجه باختصار شديد جداً وتوجه مش النهاردة ولا مبارة عشان كده بقول لكم الفقرة دي اجذب هتترقى مش اجذب الناس هتصدقك لا اجذب هتترقى قصة الإعلام اللي البعض بيقدموا ومنهم إسلام هو فكرة الاعتماد على أنك تضرب المعلومة اللي ما تتقفش فيها بمعنى إيه؟ أقولك أنا بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي قادر أقولك حالياً أن كابتن حسام غالي قاعد مع اللاعب الفلاني في نادي الزمالك في التجمع بيتفاوض معاه واجيب نجم كبير جداً طب ييجي النجم ده ما يجيش إنادي قال إيه المشكلة؟ هطلع أقول المتفاوضة فشلة وعندنا الإعلام اللي اشتغى عليه إسلام ده كتير جداً بالشكل ده لكن احنا مش هنروح لنقطة الإعلام دلوقتي قد ما هنروح لنقطة المنتخب وعشان تعرف أنه هو توجه هل بالفعل لما بيحصل الموقف ده والتعارض ده ما بين المنتخب وعندها أخرى بتلاقي إسلام بتكلم لو ويحوا قوانين ولا أهواء وانتماءات الفيديو اللي انت هتشوفو ده هيجاو أزمة نادي الزمالك إن طبعاً فيه أربع لعبين هم العناصر الأساسية لفريق الكرب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو محمود حمد نوينش أحمد فتوح وإمام عشور الرباعي إلى جانب إن فيه طبعاً بعض اللاعبين في المنتخب الأولمبي فبيغيب عنه على رأسهم كمان عدد من اللاعبين ضغط نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت سواء بالاتصالات مع مسؤولين في اتحاد الكرة أو بتصرحات من المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك اللي هو أمير مرتضى منصور وبالتالي راح الجمال علام أنا بقول لك الخبر الرسمي قال لك إحنا من نشأل عقاوة الكلام ده كله لكن فيه اتجاه داخل المنتخب الوطني للسماح للعبي الزمالك بالتواجد أو بالعودة مرة تانية إلى ناديهم لخوض مباراة العودة وده أمر طبيعي جدا ما لهاش علاقة بقى الناس تيجي ممكن أحيانا يجي يقول لك وده حصل على فكرة يعني حصل مثلا في البطولة العربية للمنتخب الوطني وفي قيادة كيروش المدير الفني للمنتخب أن بعض اللاعبين اللي كانوا كيروش كان عايزهم من النادي الأهلي تم التنصيق مع الجهاز الفني للنادي الأهلي فترة من الفترات وساب اللعيبة الخاصة وده كانت بطولة بطولة عربية وبطولة شبه رسمية أو مش في الأجندة الدولية زي ما دلوقتي مش في الأجندة أو المباراتين الوديتين الخاصين بالنيجر وليبيريا مش مباراتين مهمين آل المدير الفني لكن بالتالي العناصر الأسية اللي هم معروفين أن انت كده كده هتضمهم وكده كده هم من القوام الرئيسي للمنتخب الوطني أنت طبعا حاولت تجمع الفكرة اللي هو عايز يوصلها في خلال ديئتين 13 ثانية الحقيقة اللي هتتصل إليك بالزبط في 30 ثانية الفكرة يا إيه أن انت ما سمعتش كلمة لوائح ما سمعتش كلمة قوانين وحجم الاتنين يا إما هو مقتنع داخليا وعنده يعني عقل الباطن النادي الزمالك اللي هو يطبق عليه لوائح أو قوانين يا إما هو ده حابب ده أصلا لنادي الزمالك غريب جدا أنه يقولك أمر طبيعي جدا أن ده يحدث أن اللعيبة بما أن المبارات والدية تروح منتخبة عادي بعد الشهوط الأول من مبارات النيجر وتلعب مع نادي الزمالك وترجع تاني على المعسكر تلعب مبارات لايباريا فهو شايف ده أمر طبيعي جميل جدا ده الجميل كمان أنه متذكر أن الأمر ده يا جماعة مش ستناء نادي الزمالك ده حدث في ظل أو في عهد كارلوس كيروش في البطولة العربية اللي هي شبه رسمية وتم إراحة لعيبة بيرامدز من الدور لـ 32 في الكونفدرالية طب الحاجات دي لما النادي الآلي بيجي يطالب بيها في نهائي أو مباراة ببطولة زي السبر الأفريكي ما ذكرتهاش ليه ليه رحت لللواح والقوانين ليه ما قلتش يا جماعة من الأهلي بيطلبوا أمر طبيعي جدا عارف ليه لأنه ده التوجه أي حاجة بيطلبها النادي الآلي هي مش أمر طبيعي هي معضلة أي حاجة ممكن تمنح النادي الآلي يعني عدالة ونزاهة وشافية لتحقيق بطولاته وإنجازاته تبقى صعبة جدا ما ينفعش نسمح بدا لكن مع نادي الزمالك ايه المشكلة يا جماعة بتحصل كتير جدا وعادي جدا اللعيبة تطلع من المعاصقة تطلع من بين الشوتين تروح الزمالك ترجع تلعب تتشطب تروح أقل طول ترجع المنتخب وتجي للبطولة العربية اللي ما ذكرش فيها إن العيبة النادي الآلي راحت البطولة العربية دي وهم كان عندهم نهاء برضو بطولة السوبر الأفريقي أمام الرجاء البيضاء والمغربي بعد ثلاث أيام متم إصابة عمر السلية دي خصة إسلام فيما هو متعلق بالمنتخب الوطني لكن احنا فرس أكيد عندنا حسم للأمر ده حسم للأمر ده أعتقد محتاجين تسمعوا حد من إعلام الزمالك ومن نادي الزمالك اللي هو أيضا كان كتير جدا بتكلم في الموضوع ده بكلام بخلاف الحقيقة تعالوا نسمع خالد الغندور وهو بتكلم تمتخلين يا جماعة لو منتخب مصر مثلا أقول لكم مثلا لو النادي الأهلي مثلا أو نادي الزمالك أو نادي البيراميز أو بيلعبوا مباراة نهائية في دوري الأبطال أو في الكنفدرالية ومنتخب مصر عنده مشات ودية هيقول لك لأ مش هسيب اللعيبة ده ماتش ودية ده الكلام اللي تقال وقت تداخل موعد مباراة الزمالك مع بطل تشاد في دوري الأربعة وستين مع المباراة الودية والتوقف للمنتخب المصري قال لك يا جماعة القصة سهلة مباراة وودية سيبوا اللعيبة ده اللي كان النادي الأهلي بيطالب به اللي بالمناسبة النادي الأهلي في 2009 أصلا في مباراة وودية خسر نجومه عشان يخسر أمام بطل أنجولا ويخرج من الكون في دوري الأهلي القصة سهلة وبسيطة جدا لو الناس عندها ذاكرة تتخطى شوية ذاكرة السمك لكن الناس بتعتمد على أن ذاكرة العوام ثلاثة أيام وبتعتمد على أن أنا هقول التوجه بتاعي أيا كانت الأمور والله طلع إيجابي الناس هتاخد بالها طلع سلبي الناس هتجبني على شاشة عظيمة زي شاشة قناة النبلاء نرجع بقى لإسلام صاد ليه؟ كلام هنا يا جماعة لأن البرنامج ده واخد توجه ضد النادي الأهلي واضح وصريح أيا كان ضيوفه بيحاول دايما يشتغل على النادي الأهلي وبيحاول دايما يضرب النادي الأهلي ولكن هنا إحنا بنتكلم مش للشخص خالص الشخص لا يعنينا ولكن يعنينا أن أنت لو بتعمل خطأ أو بتعمل أمور واضحة جدا توجهها وأهدافها فإحنا فاهمينك إنما المضحك أن أنت تطلع كمان تزاد عن الناس والمضحك إن أنت تطلع تنظر عن الناس والناس ما بتنساش وهنا خط أحمر ما بينساش وهنا لا بينسي ولا بنتطاول ولا حنجيب حد يقعد يشتم لنا فكرة هاد ضيف يقعد يشتملي ويقعد يردحلي ويقعد يتكلم بلغة صوقية ويقعد يتكلم بالأسلوب ده وإنسيق لده وإنسيق لده وإنسيق لده ونقعد نقول لص ده ما ينفعش هنا إحنا مش هنيعمل كده هنا إحنا حنرد بالمعلومة بالورقة والقلم وبالاحترام لشعار النادي الأهلي اللي احنا بنتكلم في قناته تعالوا نسمع إسلام صادق كان بيقول إيه وبينظر بإيه وهل ده هو المنهج اللي بيحصل إهلاميا مع النادي الأهلي ولا ده مجرد كلام دايما الصحفي ليه تناول مختلف في التعامل مع الأخبار والتعامل مع القضايا لأن الصحفي بيبقى يعني بالبلد يعني عنده عمق شوية بحاول أنتقل الألفاظ وفي نفس الوقت ما يقدرش أنه الصحفي يطلع يقول لك خبر أو يقول لك قضية أو يقول لك معلومة وفي ظل السوشيال ميديا ما يكونش طبعا متأكد منها مليون في المية مش مليون في المية ده أكتر من مليون في المية لأن في النهاية خلاص ما بقاش حد بيرحم حد أما بقى فكرة أنك أنت ما تتناولش الخبر اللي قاله أو ما تتناولش الموضوع أو القضية اللي قاله الصحفي أو الإعلامي أو المزيع وتقعد تشتم فيه طب حبيبي فيه حاجة قاعدة كده مهنية قالت به أن الصحفي قال خبر أنت حضرتك عايز تقول أن الرجل ده بيقول كلامك ماشي أنا معاك اطلع قول ما يثبت عكس ذلك وورينا ما يثبت عكس ذلك بمعنى أنت قلت مثلا أن فيه مشدة ما بين فلانوف لأن خناء حصلت في التمرين بتبقى بمعلومات وانت خلاص يعني فأطلع يقول لك ده أنت بتقول كلام أي كلام وبيتقول لأ أنت مش تقول أي كلام لأن بما ليك من تاريخ صحفي وبما ليك من تاريخ إعلامي مستحيل هتجازف بمعلومة مضروبة لكن لما بتيجي بتتكلم وبتطلع وبتقول معلومة وخبر صحيح مليون في المية أنت بتكون متأكد من أكتر من مصدر هو أنت إسلام فوت حتة مهمة جدا أنت قلت الصحفي عنده عمق والصحفي مهنيا مفترض ما يقولش معلومة غلة وواصق من صحتها بنسبة مش مليون في المية ده 2 مليون في المية وحط قاعدة أنك أنت لما تيجي ترد علي ما تشتميش اطلع يثبت أن معلومتي غلط قلت ده حلو جدا بس انسيت أن انت بتعمل عكس كل ده وانسيت أن انت لو بتوجه درس انت نفعش توجهه للمتلقي ولا ينفع توجهه الجمهور ولا ينفع توجهه الإعلام بيرد على الأكاذيب اللي بتطرح لازم توجهه لنفسك وده شيء مرئب أن الناس بتقول عكس اللي بتعمله تماما وتعالى نطبق القاعدة اللي انت قلتها عليك مش هقولك من أيام ما كنت بتتكلم أنه قمد أكري لاعب الاتحاد موجود في النادي الأهلي وبتعتمد على أفكار ما بتحصلش لا خلينا في المشهد اللي على الشهده أنا برتدي القواعد اللي انت حطتها ونشوف هل انت صحفي مهني هل انت صحفي عميق هل انت صحفي بتتحرى المعلومة وهل حنرد عليك بتطاول ولا لا لأن ده مش هنعمله هنا إسلام صادق كانت مباراة في كاس مصر في الطائرة ما بين فريق السيدات في النادي الأهلي وفريق السيدات في نادي الزمال طبعا النادي الأهلي خسر المباراة كتب إيه كتب الخطيب لحظة خروجه من ملعب الطائرة بعد خسارة فريق الأهلي بطولة كاس مصر أمام الزمالك قال ان الكابتن محمود الخطيب كان في السيارة وهو خارج حزين نتيجة ان النادي الأهلي خسر بعد كده راح قيل الصحفي المهني الصحفي العميق إسلام صادق قال الحزن يخيم هو بيعدل على اللي كتبه الحزن يخيم على الخطيب بعد خسارة فريق الأهلي بطولة كاس مصر أمام الزمالك ثم بعد ضاف تاني تعديل بعد خروجه من الملعب ثم آخر حاجة بعد خمس تعديلات كتب إن الصورة تعبيرية ليه لأن الناس دخلت قالت له إن كابتن محمود الخطيب ما كانش مستني برا الملعب زي ما انت بتقول كابتن محمود الخطيب في مباريات كتير جدا الكابتن محمود الخطيب اللي سافر المغرب في ظروف كان الأهلي هو الأضعف فيها والظروف كابتن محمود الخطيب ما تواناش فيها أنه يروح المغرب وإحنا بنخسر البطولة ويكون موجود أكيد مش هيقف يستنى في عربية يشوف النادي الأهلي هيكسب ولا يخسر عشان يدخل بس أنت يا إسلام صادق ما التزمتش بالمعايير اللي انت قلتها ما التزمتش بالأدبات اللي انت قلتها ولا كان فيه عمق ولا كان فيه صحة معلومة ولا كان فيه أي حاجة اللي كان موجود على الشاشة واللي انت كتبته هو خبر غير صحيح فضل تتعدل فيه بعد هجوم الجمهور عليك لحد ما انتهيت بكلمة صورة عبرية وهي من صورة عبرية هو كلام كرتوني وكلام مضحك من حد بيتحدث عن المهنية وهو لا يعرفها مطلقا هي صورة قديمة الحقيقة من حضور الكابتن محمود الخطيب العزاء كان موجود من سنتين على السوشيال ميديا والغريب ان هو كان بيقولك ايه لازم تتحرق المعلومة بدقة في وجود السوشيال ميديا والحقيقة هو ان بيتحرش المعلومة بدقة اتكلم في نقطة عن مشادة بين اللاعبين وتعالى كذبني اتكلم في نقطة ان انا لما اقول الخبر قولي تجذيبه تمام؟ انا هسماعك دلوقتي خبر بوضوح شديد يمكن تجذيبه ببساطة شديدة جدا واحنا يعني سايبين ايدينا زي بقوله كده تعال نسمع اسلام صادق هو بيقول خبر من اخباره الصادقة جدا اللي بتقدر تحطها كده في متحف المعلومات الصحفية البارعة اللي ملهاش مسيل الحقيقة نشوف الفيديو ده الخبر اللي يهمني ان النجم صاحب الصفقة المدوية للنادي الاهلي وللكرة المصرية والصفقة الابرز هو امام عشور لم يتواجد امام عشور في التصوير للترويج او حمل الترويج للتيشيرت او القميص الجديد للنادي الاهلي وده بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لان امام عشور لما تواجد في مباراة الاهلي وحرص الحدود ما استأذنش ادارة النادي ولما طبعا تواجد واحتفل وكان بيعمل بعض التصرفات اللي فصرها البعض انها استفزازية للنادي السابق او لبعض الشخصيات المعينة كان قرار من محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بعدم تواجد امام عشور في الترويج للتيشيرت الخاص بالنادي الاهلي للموسم الجديد بصوا بقى يا جماعة الشغل ده اللي احنا دايما بيقول اللي بيجزب للأسف بيترقى زي ما قلتلكم كده مجموعة اخبار ما تقدرش تمسكها وما لهاش ملكة واشتغل عليها كتير جدا وبيعيش عليها كتير جدا زي مثلا ما يقول لك ايه الزمالك يخطط لخطف لعب مهم من النادي الاهلي هتكذب له الخبر ازاي هتكذب له الخبر ازاي هي وزمالك خطف هيقول لك ما هو ما عرفش يخطف اصلي النادي الاهلي عنده وصلته المعلومة فام جدد عقد اللاعب لما يجي عقد اللاعب يقول لك هو ده كان اللاعب المهم شغل صحافة شغل درس من اسلام يقول لك خبر زي حسام غالي يفوت زيزو للانتقال النادي الاهلي طب زيزو جاء النادي الاهلي هيقول لك ما اصلا حسام غالي فشل في اقناع احمد سيد زيزو يقول لك انقصام في الاهلي حول مصير الشحات بعد ازمة الشيبي يقعد والله يرحل طب رحل الشحات لا هيقول لك ما اصل الكفة اللي كانت بتدعم موجود الشحات هي اللي انتصرت دي الاخبار اللي الصحافة للأسف دخلت فيها والمهنة دي كانت مهنة يعني كانت عظيمة جدا هي ومهنة المحاماة لكن للأسف للأسف ما يفعله اسلام وأمثاله اساؤل المهنة دي بشكل واضح الحقيقة الخبر بقى اللي ما قدرش يخرج منه هو خبر امام عشور قالك ايه امام عشور وسبب ظهوره في الاعلان هو الكابت النهمو الخطيب فيا اخي يعني يشهاء القدر ان حد يطلع تاريخ تصوير الاعلان على السوشيال ميديا اللي بيخاف منها اسلام صادق فيكون تاريخ الاعلان زي ما انتوا شايفينه كده تاريخ تسعة سبعة الفين تلاتة وعشرين بالساعة بالتوقيت بكل حاجة فيعمل ايه خلاص ما هو مش عارف ان ممكن حاجة زي دي تخرج طب ايه يا عم اللي كذب اسلام في القصة دي اللي كذب اسلام في القصة دي ان امام عشور نضم سبعتاشر يوليو للنادي الاهل مكانش موجود هيصور ازاي مع النادي الاهل هو مش موجود هيصور ازاي مع النادي الاهل هو مش موجود فشوفوا المدرسة بتاعت فكرة الاخبار الكاذبة بتحصل ازاي الاهل بيفوض لعب مهم حسام غالي قعد مع عزيزه الشحات في انكسام عليه حاجات مش هتحصل مش قدر تمسكها له ملاهاش مالكة لكن لما ييجي في حاجة زي دي اصلا هيقع هيقع فيطلع الصورة الاعلان ده ويبين قد ايه اللي بيقدمه كذب واضح للخبر نعرف نرد النقطة التانية اللي الكلم فيها بقى فارس اللي هو بيذكرها بنفسه وانا مش عارف هو ناسي تاريخه ولا ايه قالك يعني لما تيجي تجيب مشدة بين لعبين تعال اطلع كذبني تعال اطلع كذبني بصوا يا جماعة الفكرة هنا وبأكد ده الرد ليس لهمية الشخص اطلاقا الرد لمدرسة بنورها لكم وبنوريكم فكرة المزيدة على الناس بحاجة غير موجودة شوفوا الفيديو ده لا للاسف 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 وقت البرنامج حرم جماهير النادي الاهلي منها تشوف هو انقذ اسلام يعني اه ما يفعله اسلام صادق لكن خلينا في فيديو جاهز نشوف الفيديو نشوف الفيديو مهم جدا يا جماعة نشوف الفيديو انترفيو بعد ما خلصته حسيت ان انت اسئلتك دايقة الضيف انه كانش مفهود اسألوس علي او كده كذا مرة مرتين تلاتة كده مرة كان عثناها بقى دنيا دوشة وثورة ومشكلة الاهلي والمصري وكده بعدها بشوية كده كان موضوع في بعض اللعيبة من الاهلي يمكنوش عادي لعو مواطش السوبر فاكر مواطش الاهلي وإمبي وكده طبعا انا كسر للشي ده فعمق يعني كان مشانا المتسبب في الخبر ده كنت في قناة النهار واسلام صادق قال لي ان فيه مشكلة في معسكر الاهلي اللعيبة احمد فتح تخنق مع ابو تريكا في المعسكر عشان مش عايز يلعب ماتش الاهلي وإمبي ومش عارف ايه وحصلت مشكلة فقلت الخبر رئيس التحديد بتعجب يقول لك خبر فبعد ما قلت الخبر لقيت اسلام صادق بيقول لي معك احمد فتح على التليفون واحمد فتح يزعله وحش احمد فتح عسين هو اللي اتصل يعني يسمعوا الخبر اللي انا قلته ان فيه مشكلة حصلت ومش عارف احمد فتح دخل فيه شمال بقى يا جريم ما حصلش حاجة مش عارف ايه طوله احمد انت في المعسكر يعني كان على الهوة ولا برد على الهوة على الهوة اسلام كمان راقل لي خود احمد فتح اصلا قال انت بتقول لي الكلام ده ازاي ومحصلش حاجة في المعسكر مش عارف فانا طبعا على الهوة مش هقول له ايه ده اسلام صادق الرئيس التحرير لا فاش اتتحملت المسؤولية انا نبقى تحمل المسؤولية فاتحركت حسيت ان انا عملت مشكلة في معسكر الاهلي وممكن ما كانش المشكلة دي حصلة وكان ساعات الدنيا سخنة والاجواء وكلام ده فدي كان موقف محرج بالنسبة لي حاولت ألمه على الهوة بس احمد كان منفعل جدا اهو انا عارف احمد رحمة الله احمد ده انا و احمد يعني اصدقاء جدا طلبتها ونقولتها يا اسلام اجذب اترأى تخال كريم حسن شحاتا في تاريخه الاعلامي كله لما يقول له موقف سيء حصل معك يذكر موقف مرتبط باسلام صادق يقول لك كان رئيس تحرير البرنامج وقال لي خناء ما بين احمد فتحي وابو تريكا وانا طلعت وقلت الخبر فاذا بحمد فتحي بيطلب المداخلة مين اللي قال لك الخبر ده وقال لك انا كنت مقدم برنامج لازم قصك في رئيس التحرير الحقيقة اللي قاله كريم حسن شحاتا ده درس لكل شخص ممكن يشتغل مع اسلام صادق ولمحمد فروق تحديدا ما تسمعش الكلام اسلام صادق هيغرأك زي ما غرأ كريم حسن شحات فيديو افارس واضح جدا يعني ده تاريخه كان 2012 تقريبا سيما هو عايز يغرأ يعني فاروق عايز يغرأ واسلام بيتعمد ده يا جماعة ده مهنيا غير موجود ان انت بتقول كلام ما حصلش برضا عن نادي الاهلي ما حدث في صورة كابتن محمود الخطيب هي تدل على التوجه برنامج بنشوف فيه إساءات وملاسنات وفكرة ضيف بيشتم ضيف يقول له انت غبي وضيف يشتم ضيف يقول له احنا متفقين قبل الهوى نعمل كذا وانت جيت لما لقيت النادي اللي كان حيتعادل فجيت قلت تعمل حفلة كل ده بيحصل في برنامج رئيس تحريره هو اسلام صادق فاسلام صدقني انت آخر واحد في مصر تتحدث عن المهنية وعن أدبيات مهنة الصحافة اللي هي شيء بنحترمه جدا ولكن لا نحترم إطلاقا ما تقدمه من عمل غير مهني وغير صحفي ولا يعتمد على الأمانة ولا المعلومة الصحيحة الحقيقة كان كريم حسن شحاتة له ثقل كأعلامي كبير في الوقت ده ويمكن يتعلم الدرس بالتأكيد يعني الثقل ده خلى واحد زي كابت نحمد فتحي يدخل على هوا يقول له مين مصدرك فقال له اسلام صادق قال له هتقولي يقولي مين مصدره أنا بقى موجود معك وابوتريكا معك وفي الحلقة دي لف على بوتريكا عشان يجيب ابوتريكا وتتعامل مداخلة توضح قد إيه كذب المعلومة اللي صدرت من اسلام صادق يمكن حاليا مفيش لعبين ممكن تدي القدر الكافي لكلام اسلام صادق إنها تدخل تكذبه في أخبار كتير جدا 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 لكن صدقوني صدقوني كان أكتر واحد سعيد بإنه بيتم تجذيبه على الهوا هو اسلام صادق عارفين ليه؟ لأن التارجد بتاعه أعمل مشاهدة التارجد بتاعه الناس تتكلم عني مش مهم الناس تتكلم بشكل إيجابي ولا المهم إن أنا أعمل أي فرقاء حتى لو ما يبنيها على الكذب حتى لو هنال شرف إن ناجي على شاشة قناة النادي الآلي في برنامج الأهل خط أحمر نشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لكم